اشتركوا في القناة من اندية الدوري الممتاز هقولكو كواليس الكواليس بس هقولكو الاهم الاهم ايه الاهم ان الاندية دي بتتكلم على ان الربطة تبقى موجودة لمدة اربع سنوات مش سنة وتجد ده اكتراح على فكرة من حق كل الاندية ان هي تفكر ومن حق كل الاندية ان هي تحلم الاندية او معظم رؤساء الاندية التمنتاشر بتوى الدوري الممتاز عندهم احلام وطموحات ان الربطة دي اللي هتنفذ احلامهم وطموحاتهم شايفين كده شايفين ان فيه خلطة شايفين ان فيه مجموعة من الشباب رؤية جديدة مجموعة من الخبرات الاندية كلها اتفقت فيه كل واحد ايده اكتر من نادي بيترقسها او بيترقسها احمد دياب شاب راجل ماجستير ودكتوراه في الحتة دي في المنظومة الرياضية في العلم الرياضي كوادر كنا كنا نسعى دايما بالاستعانة بيها كل الاحترام لكل الخبرات العميد سروة سويلم واللي هو صفيه خالد رفعت والحج عامر والدكتور شريف من مصري والمجموعة كلها اللي موجودة ونجم مصر واسطولة مصر طبعا عماد ميتاب عماد ميتاب على فكرة جماعة يعني كل واحد من دول ليه تجارب كبيرة جدا مش انا اللي هتكلم على عامر حسين ولا على خالد رفعت ولا على سروة سويلم وتاريخه اللي هو صفيه وتاريخه الدكتور شريف ويعني مجهوده كبير مع النادي المصري مجهود كبير ولكن الدفع ان الاندية المصرية تدفع باسطورة الكورة عماد متعب وعندهم فيه ثقة ادارية كبيرة وان الناس تؤمن تؤمن وتقتنع وتقتنع برؤية احمد دياب شاب صغير عنده رؤية راجل مصقف متعلم معاه النوها وبتعجم في الحتة دي مش هنا مش شرط ان انا لعبت كورة بس انا معايا مفاتيح الادارة وهو ده اللي كنا بنحلم به وهو ده اللي كنا بنسعى فيه الاندية عندها نجاحات كبيرة واحنا عندنا طموحات كبيرة جدا ان احمد دياب عماد متعب المجموعة اللي موجودة ان هي هتعمل نجاحات والحقيقة بقاية قرار الاندية باستمرار ربطة اربع سينة عشان يقدروا يعملوا مشاريع طويلة على اللونج راند ان هم ينفذوها وكلنا دعم ليهم وكلنا بظهرهم لان بصراحة ده المشروع اللي نجح من شكله كده قبل ما يبتدي ونتمنى لهم كل التوفيق ماوقفوش عند هنا بس على فكرة ماوقفوش عند مجموعة النجوم اللي موجودة اللي بتسحب عملوا حاجة العالم كله كان بيعملها ولكن ان انت تستعين بالاساطير بالاساطير بتاعتك تستعين تستعين بيهم وان انت الاساطير دول يكونوا موجودين معاك في الايفان ده ده بيعلي الدوري بتاعك ممكن الناس تسمع عن ابو جريشة الناس تسمع عن ماهر همام الناس تسمع عن ابو رجيلا محتفاص بالالقاب الناس تسمع عن طه اسماعيل الناس تسمع عن ايمان يونس على فكرة الناس دي قوامات كبيرة جدا 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 كابتن طه اسماعيل ده اما بعد قدامه بعد اتفرج كابتن ايمان يونس اما بعد قدامه راجل عنده علم وعنده رؤية ولعيب كبير وموهبة كابتن مهر همام جمال عبد الحميد كابتن جمال عبد الحميد كابتن حمادة صدقي أساطير الكرة المصرية تاريخ الكرة المصرية كابتن الجارم كابتن عم الظاهر السقاة كابتن عمر الدسوقي كل الناس اللي موجودة ان انت تحط أساطيرك كابتن صابر عيد تحط أساطيرك في المقدمة بالشكل ده هو ده الحقيقة المهم كابتن خالد لطيف عضو مجلس دار اتحاد الكرة السابقة لصيص حسن خلاف الله امامنا في الصورة ناس كتيرة جدا 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 موجودة ولكن ان الربطة ان الربطة تعمل ضربة البداية بأساطير الكرة المصرية هو ده اللي نقولهم عليه شابو اشتركوا في القناة اللقطة كمان اللي بنعيشها رائعة لان انا النهاردة الحياة جاي عندي حالة فخر بخطوات كتيرة جدا كل يوم كل يوم تسحى السبت تلاقي دولة المصرية خطوات مهمة وكتيرة ان يحصل انتخابات ده اعجاز ان يحصل انتخابات بترتيب رائع ده انجاز ان الانتخابات تمشي في جو هادئ هو ده الكلام واحد يقول انتخابات ايه توصد انتخابات ايه اهلي زمالك صيد هليوبلس شمس ظاهرة الانتخابات ظاهرة الانتخابات هذا العام هي الحفاظ الحفاظ على كينات الاندية والاحترام المتبادل يعني ممكن يطلع واحد يشتم كده مثلا في النص برا انا بقولكو عن الاندية اللي انا تبعتها انا بقولكو عن ناس اصدقائنا اللي رحنا لهم في اندية نبص الجو هادئ جدا الجو محترم جدا الناس عارفة ان انت مش هتكسب غير بفكرك وبأدبك وبالمشروع اللي انت بتقدمه هو ده حال الدولة المصرية الجديدة هو ده الجديد هو ده الجديد مفيش خروج عن النص مفيش حده هيخرج برا القطر مش هيحصل ده مش هيحصل مشهد الحقيقة رائع بشكل كبير وكل الاندية ان شاء الله بإذن الله هتخلص انتخاباتها والاتحادات والعملية الانتخابية تمشي بشكل اكثر من رائع وده حيبقى مشهد كبير للدولة المصرية زي كده ما استضفنا كل البطولات كمان بنعمل انتخابات ده شيء رائع جدا 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 اللي جاي أوعدكم اللي جاي كله حيكون مختلف هو حد يفتكر ان هو في اللي جاي في اللي جاي حيكون الخروج عن النص حل اوعد تفتكر انك بفيديو هتعمله فتظهر في عمل لقطة هو ده حيكون الموضوع خلاص احنا راحين في سكة اللي حيتجاوز الناس حتقول له شوية كده الناس بدت خلاص بعمدها ثقافة ان هي تفرق ده صوت العقل ده صوت المصلحة العامة ده صوت الاحترام هي دي النقطة اللي احنا راحين لها الدورة حيبتدي وحيبتدي كورة فقط لا غير كورة فقط لا غير بس بس كل واحد يركز في ورقته دي الجملة اللي احنا قلناها ومتمسكين بيها بشكل كبير جدا تيجو افكركم بالجمهور في المدرجات تعال افكركم تفتكروا معايا جمهور الاهلي جمهور للزمالك جمهور الاسماعيلي جمهور المحلة جمهور المصري تعال افكركم الجمهور في المدرجات بيعمل ايه الجمهور بيشجع وبيعمل روح وبيعمل دخل الجمهور بيشجع وبيعمل روح وبيعمل دخل وبيتبسط وحياة الولاد دي وحياة الشباب دي حياتهم وجودهم في المدرجات وتشجيع الكيان الكيان اللي هم بيحبوه سلام عليك يا بهنساوي في اللفة يعني اسماعيلي تلاقي محلة تلاقي مصري تلاقي اهلي تلاقي زمالك تلاقي كل التحات تلاقي كل دول مستنين ايه الجمهور اللي انتو شايفينه ده ودي جمهور منتخب مصر الله عليك الجمهور ده بينتظر ايه هل بينتظر ان يطلع في الصورة هل بينتظر تكريم لا بينتظر الكيان اللي انا رايح اشجعه جمهور منتخب مصر ده رايح يشجع البلد دي رايح يشجع مصر جمهور النادي الاهلي رايح يشجع ناديه جمهور الزمالك رايح يشجع ناديه خلاص الجمهور ده رجع المدرجات تاني واحد يقول لي ألف وألف قليل دي ضربت بداية ونحكم ونعد مع بعض والقرار حيبقى بتاعنا كلنا عايزين نزود تاني مش احنا بس اللي هنقول ولا مؤسسات الدولة اللي حتكرر الشاشة نفسها كمان حتكرر التزم الجمهور وكان هادئ والأمور مشت كويس وعى السوشيال ميديا ما فيش احتقان ما فيش قلق حقك وبيتك ومطرحك واطلب اللي انت عايزه واحنا كمان في ظهرك حصلت في الأمور أمور هتتعاقب حتتعاقب عشان نمشي بالتزام خطوة عودة الجمهور دي ضربة معلم ضربة معلم لمؤسسات الدولة المصرية ضربة معلم لربطة الأندية المحترفة وبداية هي الأقوى لانك بادئ بادئ بحب الناس يعني بادئ انت كده والناس انت متخيلين فرحة الناس وفرحتنا انه حبص على الشاشة حلاقي جمهور بيشجع دي تسوى كتير قوي دي تسوى كتير قوي انه بص انه بص على الشاشة ألاقي الجمهور بيشجع مهما الحقيقة أوجه الشكر لربطة الأندية المحترفة على البداية الرائعة مهما أوجه الشكر لأوزارة الداخلية لمؤسسات الدولة المصرية بالكامل الحقيقة أعد أيام وأيام وشهور وسنين أنا واحد من الناس كنت مسؤول وعرفت يعني ايه الدولة بتأمن جمهور وعرفت المجهود بتاع السادة العساكر وزادة الزباط وشفت المشهد عامل ازاي مشهد يخلينا دايما دايما فخورين بيهم وفخورين ان احنا مصريين نروح لجنوب أفريقيا فاليلي الصحفي الجنوب أفريقي اللي عمل لقاء مع موسيماني فاليلي مساء الخير الخير مساء الخير على الجميع في مصر فاليلي أبتدي معاك الحديث عايز تفاصيل حديث أو أهم تفاصيل حديث موسيماني معاك اي اجتماع ربما تسأل عنه اخر حديث لموسيماني معاك اتنشر كنت انت اللي عمله عايز تفاصيله اخر خبر الستوري اللي انت عملته او الخبر اللي انت كتبته عن موسيماني ربما المرة الاخيرة التي تحدثت معها مع المدير الفني موسيماني قد تحدثت معه ربما في مقابلة وكانت في مؤتمر صحفي وفي الاتحاد لكرة القدم وكانت قصيرة جدا هل كان يتخللها شيء عن مستقبل موسيماني مع النادي الاهلي؟ لا ربما لم نتطرق الى مصيره او الفترة القادمة مع النادي الاهلي لم تطرق الى هذا الحديث انا ربما كتبت فقط مقالة او حكاية عن موسيماني ولم اتطرق وكان ذلك ايضا في عام 2019 وتحدثت عن امم الافريقية واتذكر دوره وتحدثت بصفة محلل ربما صحفي وكون صديق مقرب له وبالتالي هناك العديد ايضا القاربين من موسيماني هل بصفتك من القاربين من موسيماني بعض الصحف جنوب افريقيا تحدثت عن احتمالية رحيل موسيماني او العروض القادمة هل الاخبار دي انصحت او مزبوطة بما انك من المقربين لي ربما انت تشير الى المقالة او الرواية التي تحدثت عنها هذه المقالة وكانت بوضوحها كان ومحتوى هذه الرزالة ربما وبالتالي انا عبرت عن سعادتي لكوني قريبا من موسيماني ولكن انا لست الشخص الوحيد ايضا الذي يتعامل عن قرب مع موسيماني ولكن كتبت الرواية ربما يوم الاثنين وبالتالي تحدثت ان هناك ربما الطرفين يجدان كيمياء ما بينهما هو كمدير فني وبين الاهلي تتوقع من وقت نظرك ان احنا نتمنى ان موسيماني يكمل مشوار طويل مع النادي الاهلي ويكمل انتصارات ويكمل بطولات ان شاء الله في القادم تأيد تأيدني ولا تختلف معي اعتقد بما سمعناه ايضا حول هذا في خلال هذا الاسبوع وان العقد ربما مطروح ايضا على الطاولة وهو لديه تعاقد مع النادي الاهلي وان كوتش بيسو الاهلي الان اعتقد في مرحلة التوافق ايضا وليس هناك بعض المؤشرات التي تشير الى ذلك ربما في مباراة النهائية ربما حدثت بعض الاقويل انا انا باكن انا باكن لا استطيع التصريح باي شيء من هذا القبيل او ان اقرر انه راحل ام غيره هذه كرة القدم وايضا على المستويات الكبرى وهو كمدير فني كبير ومدير فني لنادي كبير ايضا ولديه ايضا التزام مع النادي الاهلي ربما لا نستطيع هنا ان نقرر حقيقة ولكن انا اتمنى استمراره ايضا ولا اريد التحديث عن اكثر من هذا بضمي صوت لصوتك وبشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله باذن الله استمر المسلماني والامور تمشي بشكل جيد فليلي الصحفي الجنوب افريقيا من المقربين جدا لمسلماني بشكرك شكرا جزيلا وكمان يعني بشكر ملك الترجمة الاصل محمد فؤاد بشكره شكرا جزيلا استعدان انا اسف ايضا ملك الترجمة ااصل محمد فؤاد وبتشرف دايما بوجوده معايا بشكره شكرا جزيلا واضح كده ان فيه انقسام هناك في الاعلام في جنوب افريقيا ناس عندها رؤية ان ممكن يكون مسماني عنده مشكلة والمقرب من مسماني والمقرب من مسماني قال ان مفيش مشاكل اذا مفيش مشكلة انا بقول لكم بقى احنا لا بتوع اشاعات ولا تسريبات الراجل برضو موجود في جنوب افريقيا وصديقه المقرب جدا وقال ان فيه عقد والعقد موجود ومسماني مكمل ويتمنى انه هو يستمر والامور اعتقد ان هي اتقفلت تماما ممكن نقول ان دي كانت اجتهدات ممكن نقول ان دي كانت وجهات نظر بعض الصحفيين جبتلكم حد من المقربين ليه علشان يقول اللي هو الهولو واضح ان مسماني للمقربين ليه ان هو مستمر مكمل مع النادي الاهلي ده اللي احنا نتمنى الهدوء والاستقرار مسماني عامل بطولات كتيرة جدا مع النادي الاهلي في فترة في فترة دايقة وكمان ما اعتقدش ان هو يقدر يكمل او يقرر نفس التاريخ مع حد غير النادي الاهلي في القارة الصمراء وجود مسماني مع النادي الاهلي هو وجود طموح كبير جدا اتفق مع بعضه يتلخص في مسماني وجهازه الفني كابتن محمود الخطيب ومجلس الادارة ممثل كمان في جمهور النادي الاهلي لتحقيق احلام وبطولات كبيرة الموضوع التاني اللي نخش عليه الموضوع التاني هو ديانج ديانج مكمل مع النادي الاهلي جاله زي ما جاله مسماني متمسك ببقاء ديانج ارقام اللي جات لديانج ارقام كبيرة جدا 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 ولكن مسماني متمسك بديانج عدد كبير جدا من مقلاء اللاعبين التمانية واربعين ساعة الماضية عرضوا اكتر من اربع او خمس حراس مرمى على مسماني انا بقول لكم بقى معلومات مؤكدة من الاخر وجابوا موافقات من حراس المرمى وحراس المرمى منهم بيلعب في اندية وعقوده سريا وقال انا مستعد اروح النادي الاهلي للمرة الخمسمية تمانية وتمانين النادي الاهلي بيعرض على مسماني فكرة ان في بعض حراس المرمى بيتعرض علينا ومسماني للمرة الالف خمسمية سبعة وسبعين بيرفض بشدة ويقوب وبيقول امتلك افضل حراس مرمى في مصر واحد يقول لي بيتكلم على الشناوي لا بيتكلم على الشناوي وبيتكلم على علي لطفي وبيتكلم على مصطفى شبير وهو عنده قناعة كبيرة جدا ان علي لطفي ومصطفى لو اخدوا فرصة في اي مكان ان هم حيكونوا حراس كبار اذا خلاص محدش بقى يتكلم في القصة دي الناس دي دخلت في التوئيد ده علشان الشناوي متصاب فالبديل مين في قلق في دوشة هنعمل ايه ايه الموضوع مسماني طفى المكان ورش مية على الحريقة وقال له متلقوش خالص انا امتلك حراس كبار جدا فيش مشكلة خالص فيش مشاكل انا مش الان انا ما عنديش مشكلة رغم ان كان ممكن في الوقت ده يطلب ويشيل الضغط من على نفسه ولكن واضح ان مسماني في الشغلانة دي قلبه حديد يعني واثق من امكانيات اللي باعاه شايف ان لا انا مش هغير حشان لو غيرت ممكن اعمل بلبلة من لا بلبلة وشايف كمان ان كمية التلاتة مع بعض ماشية واحد يقول لي دي جديدة دي بقى دي جديدة دي الموضوع ده جديد لا الموضوع ده مش جديد دي تسوى كتير قوي ان يكون عندك ثلاث حراس كبار وثلاث حراس كويسين احنا بنتكلم دايما عن الشناوي هو اللي في الملعب هو اللي بياخد الفرصة هو اللي بيلعب ولكن انك عندك ثلاث حراس كبار فيهم اتنين ما اخدوش فرصة ولكن المدرب شاف انه ما كبار والكيمية الكيمية ماشية معاهم دي تسوى كتير ممكن تجيب حراس تانيين تبقى الامور فيها دوشة كبيرة جدا كل التوفيق ان شاء الله باذن الله لكر حراس مرمى النادي الاهلي مصطفى علي لطفي يرجع بالسلام ان شاء الله باذن الله محمد الشناوي ويتقلق ويقصر الدنيا افشا محمد مجدي افشا بنقوله النهاردة الف مبروك مجدي افشا النهاردة بيتجوز افشا الحقيقة يعني مش حايز اقول بقى لعيب كبير ونجم واسطورة هو لسه كلمة اسطورة عليه بدري ولكن هو نجم كبير قوي قوي نجم كبير بأداءه نجم كبير بأخلاقه نجم كبير بتوضعه نجم كبير بكل حاجة ربنا بيوفقه عشان من هو هو من هنا طيب ومن هنا بيبزي المجهود رائع تعالوا بقى فكركم كده بأفشا وصوره لان افشا دلوقتي يعني في فرحه واحتفالاته مع نجومه ولكن جمهور النادي الاهلي اكيد كله دلوقتي بيحتفل معنا بأفشا وكله دلوقتي بيقول له الف مبروك افشا هو النجم افشا هو صاحب الهدف الفيصل في البطولة الافريقية افشا هو من اسعد جمهور الاهلي كثيرا هو من اسعد جمهور منتخب مصر الفترة الماضية افشا هو نجم من طراز خاص افشا هو اللاعب المؤدب الخلوق اللي موجود في المنتخب ملتزم كيروش عنده وجهة نظر تانية ملتزم مفيش مشكلة مفيش مشكلة خالص عارف ان هو رايح وراجع عنده الثقافة دي عارف ان انا كلاعب مليش غير ان انا العب في الملعب فقط لا غير عايزني ماشي مش عايزني هتعوزني تاني وحاجيلك تاني لا فيه ثقافة اكتب تويتا ولا فيه ثقافة ادي التصريح ده ولا فيه ثقافة اعمل بلبلة فيه ثقافة اتمنى التوفيق للي موجود هو ده المهم افشى النهاردة بنقوله الف مبروك يستاهل كل خير يستاهل ان كل الناس تكون في ظهره يستاهل حقيقة حاجات كتيرة جدا يا رب تبقى حياة سعيدة جديدة عليك ويا رب دايما دايما ربنا يوفقك طالما اتكلمنا على حراس المرمى طالما اتكلمنا على حراس المرمى حرس المرمى ده لعيب ظروفه صعبة مش سهلة حرس المرمى ده ظروفه صعبة مش سهلة وقصته صعبة لان لازم يكون موفق نسبة مشاركته حيعمل ايه الموضوع عامل ازاي كمان الظاهرة اللي موجودة في مصر ان دايما حرس المرمى يجيب ابنه حرس مرمى كابتن شبير مصطفى شبير كابتن اكرامي شريف اكرامي كابتن احمد عبد المنعم كابتن طارق سليمان احمد طارق سليمان يعني اعتقد كابتن نادر السيد احمد نادر السيد في حد تاني طيب قلولي طيب نروح انا اسف نروح الاول سريعا النايروبي الدكتور حسين مندون تطمن على فريق نادي الزمالك دكتور مساء الخير انا مساء الخير يا كتن سيف ازاك يا دكتور اخبار حضرتك ايه والله الحمد لله كل بخير الحمد لله زي الفرن يا رب دايما نطمن على حضرتك وكل دعواتنا وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله للزمالك وطمننا على الوضع عند حضرتك وطمننا على مكان الاقامة وطمننا على تمليل الزمالك وان شاء الله باذن الله الزمالك لقاء يوم السبت والله الحمد لله الدنيا المستطرة يعني البعث امكن جات على ثلاث مجموعات المجموعة الاولى المجموعة الاخيرة انا اسف وسط زمبارح لانا كنت من ضمنها وكان معانا للعيبة اللونية للثمانية العيبة اللونية والنهاردة بدأ اليوم طبعا كان فيه فطار وبعدين بعدها بفترة كان فيه وجبة الغدا اللي جلنا فيه حقيقة نورنا السفير خارد الابيض وحقيقة وجوده مهم جدا وان عايز اشكره نحن من يوم ما البعثة وصلت وهو دائم التواصل معهم ومكلف يعني مجموعة بعينها للمتابعة المستمرة والاناية بكل التفاصيل المستطلبة في الفريق اطلبها يعني او الجهاز اطلبها احنا قاعدين في فندق تنبانسكي في ميروبي المكان رائع جدا حقي الجو برضو كويس جدا طبعا هنا ميروبي المناظر الطبيعية جميلة جدا حقي اه النهاردة رحنا اه عملنا التمرين في اه اه ملعب اه ملعب اسمه اه انا بس انا مش عارف اقوله صح اعتقد اسمه كازراني الملعب اه اه ده ملعب غير هنلعب به المصر بتاعنا بعد بكرة بكرة ان شاء الله يكون التمرين في ملعب ميايو اللي هنلعب فيه مباراة يوم السابق واليوم طبعا اه فيه بقى حالة اه يعني ايه اه اه تفاعل ما بين كل افراد الجهاز حقيقي كل واحد يجب دوره اذا كان الجهاز الطبي دكتور محمد اسامة عامل موجود مفترم جدا جدا مع الفريق والجهاز الاداري والدكتور منتصر رمضلوي طبعا تحت قدت المدير الفني اه كابتن او ميستر كاتيرون الا اه انا يعني شايف ان طبعا ما شبش قبل كده الموضوع اه اه زي ما انا شايفه اليمين دول ان انا متواجد بصفة دائمة لفترة دي فشايف ان راجل حقيقي بتطبق منهج علمي اه مفترم في التعامل وفعل مع اللاعبين والدنيا مستقر الحمد لله الحمد لله انا شايف اللاعبة كلها قدامنا على الشاشة ايه يعني حالة سعادة حالة ابتسام حالة ارتياح يعني ان شاء الله باذن الله تكون مباراة رائعة لصالح نادي الزمالك ان شاء الله صحيح ان شاء الله باذن الله يعني هو ان شاء الله اه يوم السبت انا متوقع دائما باللاعبين بتعامل الزمالك يعني استعادة روح البطل ان شاء الله حقا انا كيف كليسة جدا باذن الله ماشكرك يا دكتور حسام اتمنى لك التوفيق ان شاء الله باذن الله وترجع يعني بانتصار كده مع نادي الزمالك شكرك قد تنسيك شكرا حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام المندوع عزو مجل الزهارة نادي الزمالك وكل التوفيق للزمالك ان شاء الله باذن الله في القادم زي ما انتوا شايفين ده ده تدريبات نادي الزمالك والحقيقة انفرضنا بها من اكتر من يوم وكرتيرون زي ما انتوا شايفين حازم إمام عبدالله جمعة المجموعة كلها شغالة هي وأعتقد إن الزمالك كل الناس قعدة بتفكر في الكلمة بتاعة عدم القيد الزمالك بلعبته الموسم ده بالسكواد اللي موجود معاه ودي شكبالة هو بيرقص مع بتاع الأمن ولقطة الحقيقة كبيرة جداً تاني يا بهنساوي تاني اللقطة دي أول مرة أشوفها لقطة الحقيقة كبيرة وكرتيرون وروحه ودي ياهو يعني نجوم نادي الزمالك في كل مكان مهيصين ولكن نادي الزمالك يمتلك لعيبة كبار جداً عبدالشافي والمجموعة كلها وإمام عشور والمجموعة كلها اللي موجودة ممكن يكون افتقد بعض انتداباته ولكن ابتدى كمان جمهور الزمالك الواعي يزق ورا فرقته يعني ابتدى يقولي مش محتاجين انتدابات على فكرة حتى لو صح بس عايز يصدر مشهد يقولي عندناش مشكلة احنا كفاية اللعيبة اللي عندنا احنا عندنا لعيبة لو حفظنا اقفلنا عليهم خلاص دول فريق كبير وده كلام محترم جداً 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 ولازم خلاص لازم بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع اي قرار يعني جمهور الزمالك الحقيقة ياخد تحية كبيرة اوه في موضوع كارتيرون مجلس دار الزمالك جاب كارتيرون جمهور الزمالك اختلف خلاص مجلس زمالك كرر جمهور الزمالك في ظهر كارتيرون كارتيرون بطولة على طول فيش مشكلة خالص ما فيش مشكلة طيب ناخد زمالنا الخطيب جمال ونعرف الجديد هناك ايه الخطيب مساء الخير مساء الخير مساء الخير كابتال بسيطة حضرتك اخبارك ايه كله تمام الحمد لله كله تام طمنا على الوضع عندك معاك عشاشة تمرينة الزمالك وكواليس الزمالك ومطع النهاردة بقى للزمالك وطمنا على فريق الزمالك هناك النهاردة فعلا كابتال تدريب كان اول مرة زمانك يخد تدريب ومكتمل الصفوف وكان فيه يعني روح اه قوية جدا وحماس من اللعيبة في التدريب اه خاصة ان ظهر ده في التأسيمة اللي عملها كارترون في نهاية التدريب كل اللعيبة اللي شاركت عايزة تثبت نفسها وتحجز ما كان في التشكيل الاساسي لان كان التشكيل التدريب النهاردة يعني بالنسبة كبيرة هيحسن ملامح التشكيل بعد اكتمال الصفوف وان التدريب الاخير بكرة هيكون هيكون خسيفة على ملعب المباراة الساعة الثلاثة على استاد نياي والوطني وبعدها في الساعة اربعة ان شاء الله بتوقيت كينيا ثلاثة بتوقيت مصر المدير الفانا يعقد مؤتمر صحفي يتكلم عن المباراة وان فيه اهتمام كيني جدا من صحفين كينيا بكارترون وعايزين يعود مع فترة اصور قالولو حتى احنا عايزين نوعد مع حضرتك بعيد عن المؤتمر الصحفي قالولو ما فيش مشكلة بعد التدريب نخلي المؤتمر بعد التدريب عشان نتكلم بشكل اكتر معاك خطيب صدر والفريق ان شاء الله هيعمل المسحة طبية بكرة الساعة عشر ونص صباحا وفيه اجتماع فانا هيخضره الدكتور منتصر رملاوي المدير الاداري للفريق وكافة احمد ابراهيم ودود شميل اللاعبين واحمد شعبان مترجم مستر كارترون ومستفى ميلا مسؤول المهمات هيتفكوا خلاله عن زي الفريق بس هو يعني مبدئيا الكاف بلغ الزمالك انه هيلعب بزيو التقليدي بالنون البيض وتذكر بلعب بزيو التقليدي بالنون الاسفر كارترون بالنسبة كبيرة يعني تشوفها التقارع على منامح التشكيل بس المنافسة بتبقى في مركز الظاهرين هو منافسة قوية في الباك شمال بين عبد شافي وبين عبدالله جماعة واحمد فاتوح تلاتة ظاهروا مستمى وتميز جدا ونفس الوضع بالنسبة للمركز الظاهر الايمن حازم امام والمسلوسي منافسة قوية جدا لاتنين على مستوى جادس في التدريب وكان كل اللاعبة النهاردة يعني بتحارب عشان تحجز مكان أسس في التشكيل يعني الاثنين اللي شوفها دمان ومكانهم يعني جابت من محمود علاق ومحمود حمد الوينش عشان غياب عبدالغاني بسبب ظروف عالم حاكم البعثة هنا في كينيا سيف الجزيري تقريبا نحجز مكانه برضا كوى المحاجم المحاجم وحيط في قايمة السريق فصل لعدم قيد عمر السعيد مقايمة الأفروبية لحد الآن وغياب سيسي للإصابة طريق حامد بالنسبة كبيرة موجود ومام عشور في خط الوسط هتبقى منافسة زي ما قلت حركة بين شرقي ووحمد سايد زيدو في الجناحين هتبقى منافسة بين المسكة الظاهرين دايماً والأيصر فهي ممكن تدريب بكرة يحكمها إن شاء الله أشكرك خطيب إن شاء الله وكل التوفيق ليكو للزمالك وإن شاء الله بإذن الله ترجعوا بالسلام شكراً شكراً جزيلاً زميلنا الخطيب جمال من نيروبي مع نادي الزمالك زي ما انتوا شايفين قدامنا دلوقتي إحنا بنغطي الزمالك ولكن إحنا موجودين مع كل الفرق المصرية زمالك مصري بيرامدز النادي الأهلي كاميراتنا موجودة في كل حتة النادي المصري عنده كمان لقاء مهم جداً وعنده ظروف صعبة جداً كمان النهاردة سكوت أمطار والتمرين النهاردة اتلغى والأمور النهاردة هناك صعبة ولكن إن شاء الله بطيب نطلع لنروح لأغندا سريعاً مع زميلنا محمد غندر على هواق مباشرة غندر مثال خير تفضل غندر مثال خير تفضل الجديد عندك مساء الخير لكل السادة المشاهدين وطبعاً الجديد هيكون مع حضرتك يعني حضرتك هتأرضه بإذن الله لكل السادة المشاهدين اليوم كان التدريب الرئيسي للنادي المصري على ملعب سنتي ماري المشوار قطع حوالي ساعة وربع من الفندق لملعب المباراة طبعاً زحام شديد لو الدنيا طبيعية الطريق مقطعش أكتر من نص ساعة ولكن كان بالا كابتن سيف زحمة بشكل غير طبيعي تدرب النادي المصري وبعد مرور نصف ساعة تقريباً يعني عايز أقول لك أمطار مش طبعية عاصفة رعضية من درجة أن الفريق خاد بعضه ورح جاري فضلنا وقفين حوالي أكتر من ثلاثة ربع ساعة ولكن السيول كانت غير طبيعية عاصفة مش طبيعية استمرت هذه العاصفة لأكتر من ساعة وبالتالي تم إلغاء التدريب الرئيسي للنادي المصري على ملعب سنتيمار اللي هتقام عليه المباراة وزي ما قلت لك أن هذا الملعب هو نجيل صناعي زهب الفريق بعدها للفندق يعني الفريق حصل على وجبة العشاء ثم كانت هناك المسحة الطبية لمن أجل ما فيش حد هيحضر المباراة من الفريقين أو من البعثة النادي المصري إلا ما يكون عامل مسحة وبالفعل يعني مجهود كبير من الصفارة المصرية حضروا هنا الرجال طب وتم عمل مسحة لجميع أفراد بعثة النادي المصري وبعدها ذهب الجميع لغرفهم كابتن المعين الشعبان بالطبع كان حزين جدا أن التمرين الرئيسي لم يكتمل وطبعا كان يهمه جدا أن اللاعبين يخضوا على أرضية الملعب خصوصا زي مرتلك أن المباراة ستقام على ملعب نجيل صناعي أيضا من ضمن الحاجات لابد أن نتوجه بالشكر للصفارة المصرية ورجال الصفارة المصرية كان بالعب المجهود الكبير منذ قدوم بعثة النادي المصري وهم متواجدين وتم تزليل كل العقبات التي واجهت النادي المصري غدا صلاة الجمعة ستقام في الساعة الحديثة عشر والنصف بعدها سيذهب المدير الفني والكابتن شديد إناوي للمؤتمر الصحفي وأيضا حضور حضور الطاقم الإداري للنستاد سنتيماري من أجل الاجتماع مع لجنة الحكام لتوضيح ماذا لبس فريق النادي المصري وأيضا ملابس فريق سلطات الموارد أعيز أقولك أيضا كابتن أن غدا من المحتمل أن تزداد العصفة وهنا يعني هكون هناك تعزير إن من الممكن أن يتم إلغاء المباراة في حالة العصفة اللي احنا شوفناها النهاردة ممكن أن تزداد يعني الأرصاد قالت إن الرياح غدا واللي هالك بتبزة إن الرياح هتوصل الأمطار لـ 80% والرتوبة 76% والرياح 14 كيلو متر في الساعة رغم إن الجو طبيعي جدا ودرجة الحرارة غدا هي 26 درجة ولكن من المحتمل لأن أعيز أقولك أيضا من ضمن المعلومات إن تدريب أو الأمس أيضا في نفس التوقيت حدثت هذه السيول واليوم في تدريب النظر مصري أو أمس في تدريب النظر مصري حدثت أيضا نفس هذه السيول ومن المحتمل أن تحدث غدا في نفس توقيت المباراة أعيز أقولك إن الملعب لا يوجد به ضاءة يعني عندما يمر حوالي ساعة من انطلاق المباراة الدنيا بتبقى يعني ضلام يعني ما عرفش إذا كان الحكم هيلعب إزاي في هذا الجو خصوصا في ظل الغيوم والسماء كلها مغيمة وأيضا مع الأمطار فمن المحتمل إذا يعني وده اللي هيعرضه النظر مصري غدا في حالة طول الأمطار بغزارة ماذا سيتم هل سيتم الإلغاء هم سيتم تأجيلها لمدة 48 ساعة حسب لوحة الاتحاد الأفريقية كل ده هيتعارف بكرة من خلال الاجتماع التقليدي اللي هيجمع ما بين حكم اللقاء والمراكبين وهم حكم اللقاء من دولة السودان الشقيق وأيضا عندما يحضر كابتن معين الشعباني وكابتن شديد إنهو ممسرين عن النادي المصري في الاجتماع التقليدي والمؤتمر الصحف الليس يقام غدا في العاشرة والنصف صباحا أو بعد صلاة الجمعة كما طلب النادي المصري هل فيه سؤال حادثة قاعدت تفصل منه كابتن سيف ما خلتش أي حاجة سألها غندر الحقيقة يعني بشكرك على التقطيع الرائعة دي وبشكرك على تقلقك وإن شاء الله بإذن الله تعدي المباراة بكرة على سلام وكل سلامنا إن شاء الله للنادي المصري واتمنى لهم كل التوفيق كل التوفيق للنادي المصري وده كان معنا المتقلق زميلنا محمد غندر مع النادي المصري وزي ما أنتم شايفين في كل مكان تدريبات نادي بيرامدز أمامنا كواليس النادي المصري تدريب النادي المصري تدريب نادي الزمالك موجودين معكم في كواليس النادي الأهلي من النيجر كاميراتنا موجودة في كل حتة بنغطي كل أنديتنا اللي حتلعب إن شاء الله بمشيئة الله يوم السبت القادم نتمنى لهم كلهم كل التوفيق أهلي زمالك مصري حد ممثل القرى المصرية هو سفيد لنا وإحنا على طول في ظهره نشوف أخبار الأهلية مسماني خلاص حتة العروض دي عرف إن هو هيقفلها عرفت إن هي مش هتجيب نتيجة بص في ورقتك وركز في القادم خلاص الكابت الخطيب كان واضح جدا وحازم فيه هذه المسألة وقال له مع النادي الأهلي ما تقلقش البديل جاهز في ديئة في لحظة البديل جاهز في ديئة وفي لحظة فخلاص قفل الموضوع جاله بقى عرض من هنا عرض من هنا هي في النهاية حاجات بنسمحها إلا أنا دايماً ما بحبش أسمعه في الانتصارات ما بنسمعش الحاجات دي فبرضو فيه توقتات ما بحبش أسمع الحاجات دي بحب إن المدير الفني أو اللاعب عنده عقد ركز خلصت عقدك اعمل ساعتها اللي انت عايزه خلاص مسماني الورقة اللي بقى له فترة بيحضر فيها هو محمود عبد الرازق كهربا محمود كهربا محمود كهربا هو محمود عبد مينم أنا آسف أنا آسف محمود عبد مينم كهربا هو الورقة اللي مسماني بيحضرها وهو الورقة اللي شغال عليها الورقة التانية اللي عايز ياخد فرصة ومتمسك بالفرصة عمار حمدي عمار حمدي اتكلم مع مسماني وقال له أنا عايز اخد الفرصة عمار يعني بيتمرن بشكل قوي جدا مركز جدا عايز ياخد الفرصة لو مسك في الفرصة مش هيسيبها اللي قدم اوري اعتماده لمسماني وريح سدره كده زي ما بيقوله هو محمد عبدالقادر محمد عبدالقادر خلاص مسماني يعرف ان هو ورقة هيدفع بيها احمد عبدالقادر ويقدر ان هو يعني يغير في المباراة في اي لحظة وفي اي وقت احمد عبدالقادر فردة تقيلة وانك تظهر مع النادي الاهلي من اول مباراة بشكل قوي فالدنيا تبقى شغالة بشكل جيد طبعا استعدادات عبدالقادر واستعدادات عمار حمدي والمجموعة اللي موجودة مش هتبقى موجودة في الجولة الاولى ولكن هم بقى عايزين الفرصة خلاص يعني الفرصة خلال ايام ان شاء الله باذن الله وتنتهي الجولات الاولى وتبتدي على طول الموضوع ويبتدي كمان الدوري الممتاز وكله عايز يعمل استارت الدوري النادي الاهلي السنة دي اللي رجله هتتشال من مكانه كده هيرجع مش هلاقي المكان هيرجع يعني قولوا زي ما تقولوا هنتكلم على طهر نلاقي قهرباء هنتكلم على عمار نلاقي عبدالقادر هنتكلم على افشة نلاقي بدائل كتير هنتكلم على وليد سليمان هنتكلم على محمد شريف هنتكلم على حسام حسن هنتكلم على السلية حمدي ديانج هنتكلم على محمد هاني وأكرم توفيق واعتقد بقى يعني قولوا بقى زي ما تقولوا كمان برستاو ومكسوني والصفقات الجديدة لا النادي الاهلي كل واحد عايزي نادي على مسماني من بعيد كده وقولوا ايه انا هو بصيلي بس اديلي الفرصة فيه فيه موضوعين في النادي لا لسه نادي هيعاني منهم اللعيبة انك تاخد فرصة وده شيء هيبقى صعب جدا وانما تجيلك الفرصة تمسك فيها محدش حينتظرك محدش حيستناك الشوق في ظهر بعضه دي جملة كده قروية دائما يقولك هاتفردة ايه لبرة على دكة البدلاء تكون شوكة للي في الملعب النادي الاهلي مليان بقى النوعيات دي هذا الموسم قعد اقرم تلاقي هاني قعد هاني تلاقي اقرم قعد يانج تلاقي فتحي قعد فتحي تلاقي السلية قعد شريف تلاقي حسام خشي على كهرباء تلاقي طاهر زي ما انت عايز وليد سليمان تلاقي أفشة الشحات عبدالقادر عمر حمدي كتير 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 يعني هتبقى عندك أسامي يامة ومنافسات يامة فاللي حيمسك في الفرصة ومش حيعشق فيها بأيديه واسنانه مش حيلقيها الأهل هذا العهم بصفقاته وورقه وانتداباته مختلف جدا نشوف أخبار الزمالك الزمالك الأساسي والرئيسي هو استاد القاهرة استاد القاهرة في بعض الصيانة الزمالك كان فيه كلام انه حيغار مع امبي امبي دخل معنا مبارح قال كابتن عبد ناصر محمد قال ما عندناش مشكلة لا الزمالك حيلع في برج العرب اول مباراة وما فيش تغيير ابو جبل في تجديده انا خدت الدرس بقى من ابو جبل ابو جبل يا جماعة ما عندوش مشكلة وما عندوش ازمة وما عندوش كصة مادية وما عندوش حاجة ويوقع للزمالك على بياض يعني ايه يعني ابو جبل ده كلمني في يوم من الايام من كذا يوم يا كابتن انت قلت عروض انت قلت انا انت قلت انا يا كابتن ما بشتريتش على نادي الزمالك قديني بسهل عليك الموضوع المراضي وبقول بالنيابة عنك عشان اوفر عليك مكالمة ابو جبل ما بيزيدش على نادي الزمالك ابو جبل اعتبروا انه مضى لنادي الزمالك قال لي جملة واحدة بس انا متأكد ان الزمالك حيقدرني فهو ينتظر تأدير الزمالك لكن هو الراجل حيمديه وهو مغمض لنادي الزمالك لانه قال لي في التليفون انا يا كابتن ما بشرتش على نادي الزمالك سهلت عليك يا نجم المكالمة هو وعارف ان عندك مباراة مهمة وسهلت الامور ابو جبل فتح معا الموضوع ابدا موافقة وقال لهم والله التأدير انا انتظر تأديركم والتأدير اللي انتوا تشوفوه انا موافق عليه ابو جبل جون كبير الفرصة معاه الفرصة معاه في المنتخب الفرصة معاه في القادم نتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق كمان كارتيرون بيعقد جلسة مع ابو جبل عبد الشافي طريق حامد شيكبالا بيعقد جلسة مع الاربع بيشغلهم كنوع تحفيزي بيشغلهم في الملعب بيشغلهم ككبات فريق وبيعتمد عليهم بشكل قوي جدا الرجل داخل نادي الزمالك الذي له مفعول السحر مع اللاعبين سواء بر الملعب سواء جوه الملعب والحقيقة لدور كبير جدا في البطولة الأخيرة للدور الممتاز مع الزمالك سلام عليك بهنساوي هو شيكبالا شيكبالا هو الراجل الأكثر تأثيرا داخل الفريق طبعا فريق الزمالك كله صاحب فضل في البطولة وكله بنجوم ولكن مفيش لعيب تقوله شيكبالا رايب منك قريب مني شيكبالا كابتنك كابتني شيكبالا نجم نجم شيكبالا طيب طيب شيكبالا الأخلاقيات شيكبالا المسندة شيكبالا الدعم كل لعيب تزمالك تاخد شيكبالا ده أيكونة في الزمالك ركز خليك جد المباراة مهمة اللعيبة تسمع على طول حزن بام كمان كابتن فريق ومن لعيبة الحقيقة الكبار ولكن الفترة اللي فاتت شيكبالة بره ملعب جوه ملعب الراجل ما بتفرقش معاه الراجل بيدور على بطولات مش بيدور على مشاركات شيكبالة بيدور على بطولات مش بيدور على مشاركات بتيجي في وقت التفكير بيختلف وانا طالع ما بقفش وبوز مجهود فريق وانا طالع بحاول اركز ان انا ادفع باللي نازل اديله حماس عشان الفريق يكسب هي دي مصلحة الفريق هي دي مصلحة الفريق كل التوفيق ان شاء الله باذن الله في القادم لنادي الزمالك كنت بتكلم من شوية على حراس المرمى فيه ايضا حارس مرمى صاعد كان المفروض ياخد فرصة في الاهلي راح مصر المقصة هو احمد طارق سليمان ابن الكابتن طارق سليمان كان لنا معالقاء نشوف بيستعد الموسم ازاي ونرجع لكم تاني الوافق ده الجديد على فريق مصر للمقصة احمد طارق سليمان نجم حراسة مرمى النادي الاهلي النهاردة في المقصة مبروك ان دمامك لمصر المقصة فيها كابتن خطوة جديدة وتحدي جديد وان شاء الله اقدر ازبط نفسي في النادي المقصة الطموح اللي انت جاي بيه لمصر المقصة جاي ان انا اقدر يعني ابين حاجة من القدرات اللي عندي لان انا والناس كتير بتتكلم بن كابتن طارق سليمان والتحدي بالنسبالي ان انا عايز ازبط نفسي لأي حد بيتكلم عليها بشكل مش كويس فبالنسبالي ان شاء الله احاول اعمل حاجة كويسة السنة دي مع المقصة رحلت عن النادي الاهلي ازاي؟ ظروف يعني زي ما كابتن محمد الشنوي راحل زي ما كابتن شريف راحل كل الناس دي بتراحل بسبب الظروف يعني بيبقى فيه رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة فانا مكنتش موجود من ضمن التلاثة الاولين والاربعة كنت بشارك معاهم في التدريبات بس بضر برضو بحاول ادور على فرصة لعب ان انا هلعبوا بقى متواجد لان داري ممتاز حاجة تانية يعني غير ان انا بقى برا لسكور او جول لسكور في الدرجة الهولة في الاهلي حاسس ان انت تعرضت الظلم في النادي الاهلي؟ لا ومس ظلم اياه دي ظروف يعني ما قداش اسميها ظلم لان ربنا ما بيظلمش حد يعني انا هاخد حقي في اي حتة حتى لو ميم موجودة يعني ربنا ما بيظلمش حد ابدا يعني فانا راضي يعني علاقتك ايه كانت بالثلاث حراس بتوع النادي الاهلي؟ لا لا اختر من اخواتي كمان يعني الثلاثة عقبت محمد شهر الناوي عقبت عالي مصطفى شبير الثلاثة عقبت بيهم كويسة جدا يعني والدك اثر في وجودك في النادي الاهلي او خروجك من النادي الاهلي؟ اثر بالسلبة ولا بالاجابة؟ دي او دي؟ لا لا هو وجوده جوه النادي الاهلي كان في الاول كان مضوع صعب عليه شوائي نفسيا بس بعد هو ماشي راجل ميشيل انكون كان كويس جدا معايا يعني وكان المعاملة بينا ثالثة علاقتك ايه بميستر موسميني؟ علاقة طيبة يعني هو عارف ان انا حرس مرمى صاعد في الاهلي وكان بس بي حاولي ديني الدعم هل كان عندك وارود تانية غير مصر مكاسة؟ كان جاي كذا حاجة بس انا كنت عايزة علي عرض ان انا علي في فرصة لعب كويسة ان انت تلعب؟ او بالظل او طب ممكن اعرف الورود اللي كان جاينا؟ كان في ممكن اروح فارق وممكن اروح الجونة كان في كلام يعني من الاندي دي بس اا كانش في فرصة لعبة تبقى كويسة لان كل الاندي دي فيها حرس مرمى كبار انت جاي ومعاك حرس مرمى اخر من نادي الاهلي شايف المنافسة ازاي؟ منافسة زاي ما كانت في الاهلي بالزبط بنتمرن كويس بنلعب كويس الماتش هو اللي بيحكم في الاخر من اللي هيلعب يعني الملعب هو الفايصل وحيف بيني وبين رمضان يعني هو زميلي وبالنا اختر من 12 سنة فرقة واحدة في الاهلي ده بالعكس انا لما يبقى معايا حد اعرفه كويسة نفسه احسن من حد ما اعرفوش لو قال لك يعني لما قالوا لك ان انت هتلعبوا على ارض الفايوم هتمرن في الفايوم كانت معاكبة بالنسبة لك ولا ما كانش فيه لا ما عامل حسابي على دان دي كورة ودي الحياة يعني انا عمر رضوان اكبر مساكن راحي المطروح اول سنالي في الدور الممتاز فبين اخذ نازي امثلا انا احتازي بيهم يعني بابا قال لك ايه لما انقلت المصر مكاس؟ قال لي ان هو امر بالتجربة دي وان انا كمان لازم امبورني بيها واي حالس مرمو كبيرة عشان يوصل لازم اعدي بالتجربة الصعبة دي حسن ان انت ممكن ترجع النادي الاهلي في احترام الفترات؟ اكيد او ده هدف يعني ده هدف بالنسبة لي ان انا لازم اوصل النادي الاهلي بالتوفيق ان شاء الله باذن الله لأحمد طارق سليمان ونتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق في القادم طيب برضو كل الناس منتظر السنة دي التحكيم عندي ثقة كبيرة جدا تحكيم ان شاء الله باذن الله حيبقى يعني جيد جدا هذا العام الفار فيه افضل بشكل كبير تولي عصام عفتاح الملف حدينا ثقة كبيرة عصام عفتاح واحد من الكبار في هذا المجال وانا على المستوى الشخصي عندي ثقة كبيرة جدا في التحكيم وعندي ثقة كبيرة جدا في الفار وعندي ثقة كبيرة جدا في المحاضرين المصريين عندنا قاومات كبيرة جدا كابتن جمال الغندور كابتن أحمد الشناوي كابتن عصام عبد الفتاح كابتن سمير عثمان مجموعة كبيرة أنا مش عايزة أنسى حد وكابتن وجيه أحمد ده راجل كالليدور كبير جدا الفترة اللي فاتت فات مع الحكام وموجود برضو إن شاء الله بإذن الله مع عصام عبد الفتاح المفاجأة اللي عصام عبد الفتاح قالها أنه هو حيدفع بحكمات هذا الموسم بحكمات سيدات في الدوري محكمات سيدات في الدوري الممتاز هذا الموسم محكمات دي شيء الحقيقة يسعدني بشكل كبير جدا لأن العالم كله تحرك في كده وفي حالة تفاؤل وحالة رضا عن القرار أو قرار كابتن عصام عبد الفتاح من كل قامات مش بس قامات التحكيم من كل قامات الوسط الرياضي ما بنقترح على أي حد هذا الرأي على طول بيرد ويأيد ويقول خطوة رائعة وخطوة جيدة نتمنى لهم إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق دي كواليس من معسكر الحكام المصريين قبل بطولة الدوري الممتاز مع كابتن عصام مع المجموعة الجموعة اللي موجودة ناخد تقرير مع محكمات هذا الموسم ثم فاصل وبعد الفاصل ناقدنا الرياضي الكبير جدا 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 الأستاذ حسن المستكاوي اللي بتشرف دايما يكون موجود معايا وبحب جدا أسمعه زيكم بالظبط بعد الفاصل الأستاذ حسن المستكاوي والله إن أنا شوفها حاجة كويسة جدا يعني ده فكر زي فكر الأوروبي كده إن شاء الله يعني وتبقى حاجة كويسة لنا وطبعا الكابتن وجيه هو اللي دفعنا الحاجة ديت إن إحنا ناخدها عشان حاجة تبقى يعني كدعم لنا يعني كعنصر النساء هو إحنا نجحنا في تجربة الملعب وهما شافونا يعني فإحنا خدنا عشان فيه كمان بطولات اللي إحنا بنسافر فيها كحكام دوليين فبيبقى عندنا فيه بطولات بيقفل بها الفار فإحنا لازم نكون إحنا معايا الرخصة بتاعة الفار فطبعا كابتن وجيه طبعا بنشكره يعني إنه نحنا ناخد الرخصة بإذن الله التوارن كتير عن الأول يعني وإنه هما اهتموا بينا هنا اهتموا بينا كتير يعني ومحاضرات كابتن وجيه بيدينا محاضرات كابتن فاهيم عمر ناس الأدام فهما بناخد محاضرات كتير يعني عشان خطر التطوير بتاع الكورة النسائية أنا شايف أن إذي تجربة مهمة وخطوة يعني جديدة بالنسبة لنا بالنسبة لطبعا للمحكمات يعني وشايف أن هي هضف لنا كمان يعني خبرة في المجال التحكيم مع التكنولوجيا الجديدة ومع الحاجات الجديدة اللي الفيفا بيدخلها المجال فأعتقد أن دي يعني تجربة مهمة جدا أن نحن ناخد خطوة زي دي وأن نحن يبقى عندنا فكرة بآخر تقنيات يعني عن الفار وأعتقد أن هي هتفيدنا كتير كمان في المشاركات والبطولات الدولية يعني أنه هيبقى نقلة كبيرة للمحكمات سواء إحنا أو الجيل اللي بعدينا كمان لأن في دول كتير قوي عندها الفار وبيشتغلوا فيه فعلا وفي حكمات بيتمارس دوت فأنا شايف أن إحنا كده يعني إلى حد ما إحنا بنواكب الدول الأخرى وأن إحنا مش أقل منهم وأن إحنا الاتحاد ندينا فرصة حلوة جدا إن إحنا نقدر إن إحنا نثبت وجودنا في مجال الفار كمان في التقنية الجديدة أنا شايف أن الضغوطات إحنا بنواجهها من أول ما دخلنا التحكيم سواء في الملعب أو حكم فار يعني فأنا مش شايفة إن فيها أي مشكلة خالص الحكم اتعود إن هو عليه ضغط اتعود إن هو عليه دايماً ضغوط في الملعب سواء هو بيلعب في الملعب كحكم ساحة أو جوة العربية بتاعة الفار يعني فأعتقد إن دي مش هتأثر علينا إحنا وغضين على ده ومتعوضين على دوت وإحنا بنمارس مهنة إحنا بنحبها وعايزين ننجح فيها بغض النظر عن أي حاجة إحنا بنقابلها سلبية من بره يعني فأعتقد لا ما فيش أي ضغوط ولا أي فرق الاتحاد الدولي النهاردة مهتم جداً بالعنصر بالعنصر والنسائي على المستوى الدولي أنا شايفة النهاردة الموسم دوا فيه فيه تقدم كبير للتحكيم النسائي والحقيقة بشكر لمهاند سعمة مجاهد واسم محمد شواربي واسم عوض فيه دعم كبير للتحكيم يمكن إحنا كمان عشان عنصر النسائي دوا إننا عملنا دفعة نجح فيها حوالي 100 يعني في فتر فت لسه يعملوا اختبارات ولسه يعني نجحوا كامتحان وكلهم كلية التربية الراضية وكلهم يعني ليه كان فيه تنقية منهم ومجموعة أنا شايفة إنه يطلع منها مجموعة لإن النهاردة التحكيم النهاردة بينادي زي الرجال بيبقوا موجودين وليون تواجد في المحافر العالمية وأنا وعيدك في الفترة اللي جاية بإذن الله هيبقى موجودة عندنا من العنصر النسائي موجود في المحافر العالمية وزي ما شوفنا النهاردة الحاكمة شايندة بتدير النهائي البطولة العربية وأداء متميز ومعها مونة ومعها يارا ومجموعة كبيرة بناتماشيين بمستوى كويسة اشتركوا في القناة في 2018 رفع زقف الأحلام والطموحات لدى المصريين برؤية منتخب بلادهم في منديال 2022 خاصة في وجود مجموعة من النجوم والمحترفين على رأسهم محمد صلاة فوز مصر على ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات الافريقية المواهلة لكأس العالم منح الجماهير دفعة معنوية كبيرة في ظل الآداء الجيد تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش وجهازه المعاون ظهور المنتخب الوطني بشكل جيد أمام ليبيا والفوز خارج الأرض بثلاثية جعل هناك ثقة بين الجماهير والجهاز الفني في أول اختبار حقيقي له حلم الوصول للمونديال لن يكون مفروشا بالورود وإنما يحتاج لمزيد من الجهد والعمل والتركيز لتخطي تصفيات الأولى وانتظار المبارتين الفاصلتين أمام أحد المنتخبات الكبيرة أفريقيا في النهاية كتيبة النجوم والمحترفين مع البرتغالي كيروش قادرة على تصطير التاريخ مرة أخرى والتأهلي لمونديال الفين واثنين وعشرين أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين واحد من أقضنا ريادين الكبار اللي بتشرف ده من وجودهم معايا الأساسة المستكاومة مسأل خير مسأل فلسيف فحيش تفن المسأل حضرتك الحمد لله تمام أقبال حضرتك إيه كله تمام الحمد لله قل لما يعني أنا أنا سنين مع حضرتك كتير قوي قل لما مسأل حدرك سؤاله وتقول لي جدا جدا أه عجباني جدا 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 دي أنا ما حضرتهاش كتير مع حضرتك لا ليه يعني في حاجات كتير بتعجبني طبعا أه بس أنا ما حضرتهاش الحاجات دي أنا ما حضرتهاش سألت حرك على الربطة فرديت عليك كتير أه بص أه طبعا الربطة حاجة كويسة جدا أه أعجبني القارات الأخيرة اللي طلعت أولا الجمهور أه بداية كويسة أه ثانيا طبعا كاس الربطة بطولة مهمة وكويسة وبتغذي المنتج بتاعنا الكورة آه التصوير العشر كاميرات HD وكلام رئيس الربطة كل المباريات مش الأهل والزملك بس ودي حاجة برضو مهمة جدا آه إحنا يعني أنا بحس كده إن إحنا بتشكيل للربطة الكورة في مصر أو صناعة الكورة في مصر أخيرا دخلها مرحلة جديدة بجد يعني يعني كان فيه مرحلة الملاعب ملاعب الطوار طبعا يعني اللي اللي عاشر الملاعب وشافها من سنين طويلة ويشوفها دلوقتي يشوف إنها حاجة حاجة تفرح يعني أحيانا دائما كنا نعم في الرياضة نقول بس فين الكوادر طب مين ييجي في الحيط بس فين اللي يصلح فاغ أم محمد فضل مدير بطولة أحمد دياب رئيس ربطة عماد متعب نائب رئيس ربطة مصر كلها كوادر أصلي أمليانة كوادر طبعا بس ما بتاخدش فرص صح لازم تاخد فرص ولازم نجرب وبعدين لازم نبقى عارفين كويس قوي إن جيل الشباب دلوقتي متصل بالعالم غير أجيالنا جيل شاف العالم قدامه يعني إحنا يعني يعني أنا كنت بشوف أخبار الدوري الإنجليزي أو أخبار الدنيا من مجالة اسمها ويلد سوكر زمان يعني مجالة طبعا عظيمة جدا ومهمة جدا إنما دلوقتي ده أي أي حد بزرار بحيشوف كمان عنده التليفزيون القنوات بتنقل والناس بتشوف المتشاط بتشوف الجمهور وبتشوف الأحداث وهكذا يعني فلا جيل طبعا متصل الجيل اللي متصل بالعالم ده أكيد عنده معلومات يعني وأكيد طبعا عنده شغف وعنده يعني حب للعبة وعنده وبيذاكر وبيقرأ وبيتابع وبيدرس بقى كمان يعني يعني في ناس بتدرس كوي بتحليل أداء بتحليل بشكل عام بتدريب وهكذا يعني الربطة بدت خطوات كتيرة ومكاسب كتيرة جدا إزاي فندم نستغل لها ونكمل عليها إنها تبقى ربطة أه إنها تبقى ربطة أيوة لأ أنا بكلم في جزئة تانية يعني تكون قوية تكون صاحبة القرار تكون مستمدة قوتها من اللوايح مستمدة قوتها من 18 نادي اللي هما حيتان الكرة المصرية اللي هما الدوري الممتاز يعني اللي انتخبوها واختروها بس هنا الأندية هي اللي 18 نادي هي المنتخبة الربطة أيوة وهي اللي مديها لها السقة كبيرة جدا ما هو تشوف يعني إيه جماعة عامية أندية ما لاش علاقة بالدوري الممتاز وتصدر قرارات أو تعمل تصويت على قرارات أو اللوايح بيش بتمث الأندية بتاعت الدوري الممتاز بشكل مباشر لكن لما يبقى في الأندية صاحبة الدوري الممتاز بتختار من يمثلها خلاص المسألة انتهت بس هنا بقى حضرتك اخترت اللي يمثلوك لازم تحترم اسمع كلامه آه طبعا آه وبعدين ما بش كل شوية الرابطة تجيب الأندية تقول لهم احنا عينوين نعمل كذا فإيه لا انت في موقع المسئولية فاللي في موقع المسئولية يدير بقى مش كل شوية يسأل الناس أنا حعمل ايه يعني لا اعمل اعمل الصح ونفزه يعني سمعت حرك في الراديو مش أنا بشكل كون معمين من الزمل وانت حرك بتقول كده قلت أنا أنا جيت أدير بقى مش كل شوية هبعة تجيبه آه طبعا أنا مش عارف ايه الظاهرة دي آه آه كل شوية يعني نجيب الناس نقول لهم احنا حنعمل حنعمل فيكو كذا أو مش حنعمل فيكو كذا لا يعني 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 قرر الصح اعمل الصح انت هنا عشان تدير تاخد قرار أي إنسان مسؤول في موقع القرار والقيادة عليه ان هو يكون بيدير هذه المسئولية زي مدرب المنتخب بس يعني نصحتك للطيقص هس للربطة آه للربطة تعمل تعمل الصحة وتعمل ما يفيده الكرة في مصر أنا سمعت أحمد دياب كتير يعني آه سمعته مرتين ثلاثة في برامج في حوارات مطولة أحمد شخصية محترمة جدا ف يعني بعدين فيه جملة عجبتني جدا هو قالها في آخر آخر تصرحاته في القرار آه أنا ما عنديش وقت ان احنا نختلف مع الاتحاد آه اللي برضو اللي مهتم بشغله ما عندوش وقت ان الخلافات دي هو ماشي زي القطر على الطريق الصح آه وحيعمل الصح صح وفي ناس يعني مش هيتعطل عشان خلاف أو تصريح أو كلام يحاول يشدك لإخلاف كبير يعني بس هو العلاقات كويسة مع الاتحاد اللي جاي وهتمشي الأمور بشكل جاي طبالين ما تبقىش كويسة ما نقول كويسة آه يعني ما نقول علاقات كويسة اللي جاي هتبقى كويسة كبير ما هو ده صح آه الطبيعي ان العلاقات تبقى كويسة الطبيعي ان الامور تبقى الاتحاد يساند الرابطة النظرة لدارة الكورة يعني عند الاتحاد مهام كتيرة جدا صح نحاول مثلا خمسين مهمة بيعمل منهم عشر وقلين شلت من عليك يعني شلت من عليك حمل كبير آه طبعا آه طبعا يعني طبعا بس هو عليه حاجات مهمة جدا عليه مسئلية تطوير الكورة في مصر بأشكال علمية صح والأكاديميات والناشئين وازاي يعالج بعض أوجه القصور اللي موجودة عند اللعيب المصري يعني اليقر البدني يعني مش عارف السرعة القوة الالتحام حاجات احنا ساعات بنعاني منها في 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 مطشط الدولية ازاي يعالجها من 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 سن الطفولة يعني واضربت مثلا بألمانيا لما لما تعصرت في ألفين سنة ألفين في كاس الأمم عملت خطة عشر سنين عشان تنهت بالكورة قفلت على نفسها عشان تنهت بالكورة كانت الخطة أنها تعمل ألاف من المدربين الناشئين طبعا لا يعني يعني فيه شغل كتير منتظر للاتحاد يعني كيروش عجلق آه طبعا كيروش عنده شخصية بانت من أول يوم ودي مش سهلة عنده شخصية كمان والواحد علق عليها يعني في طريقته في الكلام في المؤتمرات الصحفية ليه تعبرات بتقول برضو زي يعني مدربين أجالب عندهم ثقافة يعني لما قال المنتخب زي البيت فيه ليه أبواب وليه شوبيك صح اللي عايز يدخل يدخل يعني تعبرات بتقول الراجل عنده ثقافة وعنده شخصية طبعا عنده شخصية كمان بالتشكيل احنا كنا بنعمل تشكيل فيه اتنين لعيبة أو ثلاث لعيبة مثلا صلاحه طرق حامد اه بعدين بقى حط بقى الباقي بقى لا احنا كنا في الحتة دي كتير ايوه اه يعني لا هو يعني عرف يعمل النني والسولية مثلا اه مرموش لا ومرموش طبعا ده اكتشاف دي حاجة ده قصة لوحدها يعني اه انما يعني مرموش وهو فادي دي جلا كان لعيب كويس وبين هو لعيب كويس جدا محدش شافه ازاي في السنتين الثلاثة اللي طالع فيه محتر حتى لو كان في فريق درجة تانية يعني قبل ما يروح شتوتجرد يعني راح شتوتجرد في غوصص اللي فات طب ما شفتهوش ليه في يعني حدش شافه الليه قبل كده يعني الافارقة بيبصوا على اللعبتهم في كل الدرجات يعني مش اللي بيلعب في ليفربول او بيلعب في مانشستر سيتي بس يعني صحيح بيشوفوا كل اللعيبة يعني فهو يعني الحقيقة عمل شجاعة وشخصية عنده هو في اختيار التشكيل يعني اختيار مرموش ده انا ككيروش ببص له اختيار مصلحة منتخب ومخاطرة للمنتخب ولية يعني ده من يقوله اي مدير فني لازم يجي يحط حتة كده وحتة بتاعته بقى لا منطق المغامرة والمخاطرة ده بتاعنا احنا اه يعني وبعدين المغامرة والمخاطرة لها توقيت ولها ظرف معين لكن ده بيعمل الصحة برضه اه يعني هو شغلته ايه مدير فني لمنتخب مصر اه بيختار اللعيبة صح هو مالوش دعوة بال لبية ولا بحضرتك ولا بالسوشيال ميديا صح ولا بكل الناس اللي عملت تتكلم هو لا هو وجهة نصر اه مش هو المسؤول صح هو اللي بيدير بس في حتة كده صعبة يعني اما تدي مرموش وتشيل شريف وافشة صعبت الجيم اه لو اما تنجح بص خلاص دي رؤيتك وانت كسبت كل حاج بص شريف وافشة نجوم الكرة المصرية في الموسم اللي فات صح ما بيش خلاف على ده لكن هناك حالة اجهاد بالقياسات العلمية اظن انا ما عنديش يعني اه معلومة رسمية يعني اه ان عندهم الاثنين حالة اجهاد انا مش بتكلم على اداهم في المباراة اللايبيري واداهم ما كانش كويس بشكل عام يعني الاثنين حتى كمان تحديد وبقالوا فترة مش في حالته لكن في حالة اجهاد بالقياسات العلمية في الجهاز اللي مع الرجل ف ولما راحوا الاهل الاهل يديهم اجهاد عشان الاجهاد فعلا يعني صح يعني وعشان كده القرار برضو بتاعه كان بصراحة يعني لو مدرب مصري بصراحة يعني اه كان هياخد الاثنين برضو طبعا مش لو مالوش دعوة بقى ولا اجهاد ولا غيبوة ولا بيتشحن فيه مالوش دعوة وده قيمة كيروش صح مرموش حط رجليه كعنصر اساسي اه خلاص ولا لسه لا لا ده باصله اللعيب الدولي اه طبعا لعيب الكرة بيبان بس فيه اساسيات في اللعيب الدولي الاساسيات بتاعت الكرة دلوقتي اهم حاجة السرعة مهارة الثقة في النفس اه يعني يعني فيه لعيبة بتلعب قدام الاهلي او الزمالك تبقى بغضوضة اه عفكر الخضر يبتلت تروح عشان كده المطشات بقت صعبة شوية على الاهلي والزمالك انما زمان يعني كان لعيب بيشوف الاهلي الفنلة او الزمالك الفنلة بتاعته بيتخض بيتخض بجد يعني كمان يا كابتن انا خدت بالي اي لعيب صغار ينزل لازم يسند على صلاح يعني يدور صلاح اديله عمر قلبه جامد يعني عنده ثقة ويقطع ويخش ويشوت ومرة واثنين وثلاثة ومش بمرة ما جاتش خلاص ابتدي يكش لا اه طبعا طبعا لأ عنده ثقة في نفسه او انت لما عندك مهارة وعندك اهم من المهار السرعة ده بيدي لك ثقة هائلة في الكورة بتاعت دلوقتي يعني الكورة بتاعت زمان كانت السبعة والثمانية والطرئيصة والحاجات دي كانت بتدي لك ثقة بس مع الاداء البطيء والاقاعة البطيء يعني تتفرج على مطرات زمان هتشوف كورة غريبة يعني اه صح لكن دلوقتي على الهادي كده لا هدي ايه ده يعني حتى الترئيصة تحيس حظرك ان هي اه تحيس ان يعني لا 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 يعني بص يعني انا كنت بتفرج عليهم على الكورة دي فوقتها وكنت منباهر بالنجوم بس الحقيقة بمعايير الزمن ده دلوقتي لما بشوف الكورة دي دلوقتي اه لا 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 كورة بعيدة خالص يعني على فكرة دي بعيدة مش بكالي بقى الستينات والسعينات ده الثمانينات والتسعينات كمان واوالي الالفية الكورة برضو لسه بعيدة عن الكورة دلوقتي رايح ادراك اين فدأ صلاح معانا؟ اه لا ما كانش ما كانش يعني ما كانش دي بلعب على ليفر فول ده لي اسبابه اه بزرق يعني هم حوش بس هو يعني كل كورة بيمسكها بخطورة كل كورة بيوديها بمشكلة بس بس صلاح وجوده في الملعب كان مهم جدا لانه في المطش بتاع ليبيا الاهم والمهم هناك كان معطل خلى الليبيين يلعبوا نقص واحد هم لمجرد انه موجود لانه في الناحية ثلاثة مسكين في الناحية الشمال لا لا اتنين على الاقل اتنين وواحد في ظهره اتنين على الاقل دايما فيه اتنين في الوينج ليفت او في الوينج رايت يعني او في الناحية اليمين مع محمد صلاح كده الليبيين خسروا لعيب احنا بينا زيادة واحد هم لمجرد ان محمد صلاح موجود هم طبيعة المباراة وظروف المباراة وظروف المنتخبين والاداء الكويس اللي عملوا منتخبنا لانه بعد اول عشرين دقيقة خمسة وعشرين دقيقة اه يعني قدر يقول للليبيين المنتخب ليبيا مش هدلت تهاجمني خلا فرض علي انه يتراجع المنتخب الليبي لعب في القيارة هنا مبرأة كبيرة جدا لانه كان بيعمل حاجة واحدة انه يدافع فدافع بشكل منظم لكن لما كان مطالب هناك انه يهاجم ويدافع ما قدرش ده كان اختبار قوة حقيقي للمنتخب الليبي انت عايز تعرف قوة اي فريق بجد سيبك من الفريق اللي بيدافع والفريق اللي بيهاجم بس قدام فرق ضعيفة او هكذا انما الفريق اللي بقى داخل تحدي كبير قدام فريق كبير وبيعمل الواجب الهجومي والدفاع بتحول الدفاع للهجومي بشكل جماعي وكويس ده اختبار قدرة للفريق فدبعا المنتخب بتاعنا هو اللي قدر يتصرف ويزبط اقاع المباراة ويفرده على المنتخب الليبي ممكن صراحي بقى افضل لها في العالم اه طرعا بص بعد الهدف اللي جابه في منشستر سيتي انا قرأت كل الاجانب يعني مش حول المصريين احنا كلنا منفعالين وبنحب صراح فعطفيين يعني بتشجع اللي باربول لو صراح راح باريس سان جيرمان او ريال مادريد هنشجع ريال مادريد بس اصحاسن ده عمل سبعية تدرس اه طبعا لا ده في الهدف بتاعه اولا الهدف بعد الهدف عمل السيس طبعا وعدين بعد الهدف عمل حاجة في طريقه للهدف برجليل اتنين عمل ترئيصها برجليل الاتنين محاقدش خد باله يمكن منه او كانت سريعة جدا محاقدش سبعية او صراح اه يعني بس سبعة جديدة مش سبعة قديمة ما هي السبعة القديمة ياخدها كده بالشمال ايوة السبعة القديمة كان بتبقى برجل واحدة بس اه اللي هي بتاعت سامير قض وفروق جاعة فروق ويعني ورفعة الفنجيلة وانجيلة القديم ده سبعة واحدة برجل واحدة لكن صراح عملها برجل اتنين يعني كل العالم كان بيقول عليه احسن كل العالم خبره بقى ومحللين وستوديوهات وصحف وكل حاجة وتأديره في المباراة دي كان تسعة ونص انا عارف ان انت ملك الوقعية كريستيانو ميسي صلاح تدي صوتك لمين بغض النظر عن الانتماءات والحب ونقطة ضعفنا لا بص هذا زمن صلاح وكليان بابي اه بابي وهالند ودونا روما يعني انا بتكلم على الناس اللي هم مرشحين للجايزة تلاتين واحد مرشحين للجايزة على فكرة الجايزة لها معايير لها معايير واضحة جدا بيشارك فيها مية خمسة انا بتكلم عن كرة زهبية مية خمسة وتسعين صحفي عادة بيشارك فيها اقل من كده بعشر وعلى خمستاشر انما المعايير واضحة ومعروفة يعني لا كلامي هيأثر ولا كلامك هيأثر باللجنة لا انا بتنش بحضرتك اه اه انا حوصل لك هوت للاجابة يعني انا من وجهة نظري ان الكرة البطل فيها يعني من ضمن المعايير انت حدت على بطولة ولا لا اه دورك في البطولة مهم وتأثيرك على الفريق مهم لكن ده اللي بياخد البطولة فريق مش انت يعني اللي خد برسلونة لما خد بطولة الدورة ابتال اوروبا او بريال مدريد اللي خدها فريق ريال مدريد او فريق برسلونة مش ميسي الواحده ولا رونالدو الواحده انا من وجهة نظري ان اللاعب الفرد عشان تقول ده يستحق جائزة الكرة الزهبية لازم يبقى الابداع عنده اعلى من اي حد ابداع الفردي حد ديلك مثال بنزيمة وصلاح بالاتنين ضمن التلاتين اللي مترشحين بنزيمة اه سجل خمسة وعشرين جون في الدوري الاسباني صلاح سجل خمسة وعشرين جون في الدوري الانجليزي ليفاربول خد الدوري ريال مدريد خد الدوري هنا في المعايير الاتنين متكافئين طب نيجي بقى للابداع انا هاختار مين ابو مك ليه هاختاره لان انا انا هاختاره لسبب بسيط جدا ان كل مباراة تقريبا بيعمل حاجة سواء سجل او ما سجلش اعجزية بتقول ايه انت نفسك تقول يا ابن الايه الله الجمال ده ده مهم جدا صح انا بقول لك اعجزية اه فهنا الابداع بتاع اللعيم كابتن حسن انا الجن الاخير ده شفته تسعة وتسعين مرة اه طبعا يعني اول مرة حطت جن قدامي واعد اتفرج عليه وابتكري دي حاجات متركبة دي وقال يعني كده ازاي وازاي كده وبعيدة صلاح عنده السرعة عنده سرعة الجري سرعة الفوتورك عنده الرشاقة عنده المرونة عنده الخفة عالفكرة دول مش عندي بنزيمة صح الرشاقة والمرونة والخفة صح واعتقد المدربين يعني لو سمعيني دلوقتي يعرفوا اناقصت ديه بالمرونة والرشاقة والخفة اللي هي انك انت تبقى خفيف على ارض الملعب اللي يخليك تغارب الست مدافعين او اربع مدافعين صح من فرقة كبيرة زي منشستر سيتي بنزيمة مقدرش يعمل ده قوي لكن يبقى موجود في مكان الصح الترنت عنده بطيقة اه طبعا بس طبعا المرونة اختلفت دلوقتي بس في فتراته اه حتى في المعايير بتاعة الجايزة بتاعة الفرانس في الدول على هلند انه بيسجل اهداف كتير بس هم ما بيقولوا ايه يا هلند انت لازم تروح فرقة تاخد بطولة عشان تبقى في ترشحاتك قوي انا برضه مش مقتنع بكده ما هو يعني يعني ايفان دوبسكي لعيب بير ميونيخ وبولندا جايب اهداف خمسين ولا ستين هدف بس اداءه مش ممتع اه ما الاعتذار لي يعني يعني الناس تقولي يا عم انت ده اداء يعني انت تدي صلاح حسن عشان الابداع والله لو صلاح مش مبدع اه مش هقول صلاح صح وانا وانا مع حضرتك ادي صلاح ده من ده من المؤكد انا بتكلم على الابداع انا انا مقتنع بالان اللعيب اللي يتميز وياخد جايزة لازم يكون مبدع يعني لازم يكون عنده ملهم حاجة اه حاجة تخليك تحب ديكرة تروح له مين اللي في المنتخب كده تحطه في التشكيلة الجاو انت مغمضة وصحص زي ما حرك بتقولك ات ابني عليه لا ابني عليه لا لا الراجل بيبني بطرق مختلفة خالص يعني بس لا ده بكلم على حضرتك انت فنيا طبعا مرموش موجود لازم يعني اه ده اكيد طبعا صلاح مش بناش ادي خالص اه شوف الراجل يعني شخصيته قوية لان التشكيل اللي كان عليه انتقادات في المباراة الاولى هم لعب بيه لعب بيه اه يعني انا توقعت انه يلعب برا بالطرق حامل عشان يدافع شوف بقى الشجاعة بتاعته والشخصية بتاعته لا ملعبش ما بتداش بالطرق حامل طب انت رايح هذراك طارق والسولية والنيني مين الاتنين لا انا عايز منتخب مطس يلعب كرة هجومية اه والله سلسولية والنيني اه انا بص انا يعني انت لو انت هتلعب مطس قدام فرقة صعبة جدا وانت دارسها كويس وعارف انها عندها قدرات هجومية لا غنى عن طرق حامل على فكرة انك تقول الكلام ده قبل لما الكيروش يجي اه قلته كتير يعني انك انت طرق له مباريات لازم يلعبها لان انت في حاجة الى الرئة بتاعته في الواجبات الدفاعية اكرم توفيق كنت دهما تقول لي محمد هاني افضل لعب في مصر رأي حضرتك ماذا رأيك ثابت انا ولا حد تاني حضرتك فنو حضرتك معي مرة كلمنا عن محمد هاني انا عندي قناعات كبيرة جدا طيب واكرم دلوقتي احسن احسن وممكن بعد سنة تلاقي واحد تاني احسن من اكرم يعني يعني اكرم دلوقتي تفوق على محمد اه طبعا وإلا ما كانش لعب اساسي وإلا ما كانش لعب اساسي في الاهلي ولعب اساسي في المنتخب ده حتى ده حتى الناس اللي مش عاجبها اكرم انه يلعب في المكان ده كانت بترسحه يلعب في وسط الملعب اهم عايزينه في الملعب هم عايزينه بس يعني لكن اكرم في المكان ده ده حمد الهوني ما لمسهاش اه بالمطش المهم بالنسبة للمنتخب ليبيا اللي كان هناك صح ده الهوني كانه مجاش اه هو مجاش ليه عشان اكرم وده مش اول مرة على فكرة يعملها اكرم معايا وحمد الهوني لعب جامد جدا لعب عنده مهارات عالية يعني يلعب اي حدوه محمد اي حدوه محمد اي حدوه مقلق حضراء غيابه طبعا محمد كويس او يلعب حارس مرمى عنده ثقة كبيرة جدا في نفسه لكن كويس ان ابو جاب اللعب وكان عنده ثقة في نفسه كمان وظروف المباراة سمحت باختبرات الثقة دي دي مهمة جدا بعض اللقطات ولكن كان في المكان في المعادة وخصوصا حارس المرمى كمان حارس المرمى ده الكرة الاولانية لو واعت من ايده صح مش عارف يطلع امتى ويخرج امتى والحاجات دي كلها طب الاهلي حضرتك الان في غياب الشناوي ولا الامور مطمئنة طبعا الشناوي يعني غياب الشناوي عن الاهلي يختلف عن غياب الشناوي عن المنتخب اه لكن انا اظن ان حراس الاهلي برضو عندهم كفاءة يعني وهياخد فرصة يعني كويسة يعني ممكن تكون الفرصة دي ربنا ايش في الشناوي رجعه يا رب بألف سلامة ولكن الفرصة دي ممكن تصنع حراس يعني طبعا كل انسان لما بتجيلي فرصة ويبقى قدها تصنع منه بقى مهندس ممثل صحفي اي حاجة يعني لاعب حارس مربع لكن اللي تجيلي الفرصة ولا ينجح فيها انت خدتها مين اللي تجيلي جلسة الاوسكار على فكرة الفرص في حاجات في الحياة بتبقى مرة واحدة مين اللي تجيلي الاوسكار في استغلال الفرص لا يعني في الرياضة في الكرة يعني اه في الكرة لا في في انا اكرم عجبني جدا ان هو استغلال الفرصة اكرم اه يعني اكرم في حد قديم او جديد او فيه طبعا فيه طبعا بس ما استمروش يعني لا بس انا انا اصد اكرم لي اكرم كان يعني برا الخريطة يعني اه برا المسألة يعني اه فاكرم ده اكيد لكن اذا كان بقى انت بتكلم على اوسكار يعني بالنسبة لنا وحاجة لا مرموش طبعا مرموش طبعا اه يعني لان مرموش كمان مبدع وانا دايما بتكلم على الحكاية دي الاصل في الكرة في لعيب الكرة السوبر او الكويس يعني طبعا انه يكون عنده ملكات كتيرة كمان يا صاحة الماتش التالت والرابع هتكون ثقة مختلفة تماما يعني اول ماتش واطلع اللي عندي دي صعبة جدا الماتش التالت والرابع هتكون الامور بالنسبة له مختلفة تماما اه تاني بكرر ان اللعيب الكرة اللي دلوقتي النهاردة اللي عنده سرعة السرعة اهم مهارة صح السرعة وقوة هي كورة بالضبط السرعة الفن ممكن يتهزم يعني ايه حضرتك عندك بترقص حلو يعني الحريف مش مشكلة واحد يمسيك اقفل عليك لكن لو انت سريع ما حدش هحصلك دخلت اسبقه سرعة ما حدش هحصلك صح السرعة هي المهارة الوحيدة التي لا تهزم في كرة القدم الا اذا تكعبلت بقى يعني حد يشنكيلك حد يشعر ايه حاجة كده نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل مع الوحيدة المسكيو ونشوف الالي والزمالك ونتكلم على الدوري المصري ونتكلم على اللقاءات الافريقية القادمة بعد الفاصل موسيقى 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 يعني بقى هدفنا ان احنا نضمن البقاء حيك عارف ان اصعب سنة في التواجد بالنسبة لأي فريق هي اول سنة الحمد لله عبرناها بنجاح ودرسنا بعد كده بعد الدوري ما خلص السلبيات والاجابيات بتاعت الموسم اللي فات قدرنا ان احنا يعني نعالج السلبيات ونعظم الاجابيات اللي حصلت معانا جهاز فني كوفق بكاتر كابتن خالد جلال دعمنا بالتدعمات اللي هو طلبها وكنا حرسين في التدعمات على انها تكون شابة التدعمات كلها العشرة فيهم تسعة تحت السن التلاتين ان شاء الله احنا دعمنا في اضيق اضيق الحدود يمكن جبنا ست صفقات جديدة مع التجديد الاربعة كانوا في القوام عندنا فاعتقد اني ولسه في صفقتين تلاتة ممكن في الطريق برضو في احتياجات برضو راس حربة ممكن تحت المهاجم يعني بعض الصفقات كده عشان انا برضو من رؤيتي في المباراة الودية انا لقيت ان الفرق مدعمة كتير اوي 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 يعني اكتر مننا كمان لكن احنا احنا بندعم في ظل احتياجاتنا فقط مش عايزين اللي هو يبقى خمسة لان انا ضد فكرة الخمسة وتلاتين لعيب دايما حتى في القايمة كنت دايما بناشد بالخمسة وعشرين لعيب مع الخمسة الناشئين اللي هم ممكن اللي هم تحت السن على طول فدي على طول انا كنت بدعم هزي الفكرة لان القوامل الكتير اوي دا بيبقى لود من جميع النواحي وما بيبقاش في استفادة منه يعني احنا نلاقي الخمسة وتلاتين لعيب في خمسة ما بيلعبش متشين ثلاثة في الموسم مش هتفرق انها لعب اهلي زمالك ورا بعض او فخر الموسم او اولي قبل مش هتفرق معنا كيك انت هتلعب مع السبعتاشر الفريق لو انت فكرك انت بدلت خايف من كل الفريق مثلا تلعب الاهلي او تلعب الاهلي او تلعب الاهلي ما انت معندك شرطموح او انت مثلا هتلعبت لي اساسا ما انت متفكر انت هتلعب اهلي او زمالك يعني في منت قصدي او هتلعبهم اول المطشات بالعكس انا شايف ان اول احسن يعني الاخر الموسم بيبقى ما بيخسروش يعني معنى صح النوم بيكون وخاصة من نفسها بدأت بنشوف من ياخد الدوري من الكلام ده بس لكن انا مش يعني مش هتفرق معي لعب او المطشات الاهلي او زمالك او اخر يعني كلها زي بعض الواحد بيبقى خارج اعرام النادي كبير زي النادي الاهلي عشان يتقلق طبعا النادي البنك نادي كبير جدا الواحد عايز يزبط نفسه السنة دي ان شاء الله ربنا يبعد بس اي حاجة وحشة يعني وان شاء الله الواحد يعني عنده طمحات كبيرة جدا ان هو يشارك بصفة اساسية باذن الله ويبقى هدف الفرقة كمان عندي طمحات كبيرة طبعا بس كل ده في الملعب يعني يبقى موسم كويس لنا اكيد الفرق كلها كوية موسم اعتقد انه هيبقى الاصعب الفرق كلها مدعمة بشكل كويس والحمد لله احنا كمان مدعمين بشكل كويس معانا لعيبة كويسة معانا يكوب وجي معايا من ودي ديجل وحمد سعيد فان شاء الله يبقى موسم كويس مع اللعيبة الموجودة ونقدرنا نساجم معهم بسرعة ونقدم حاجة كويسة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تايمان الحقيقة في حلقة الوصوص حسن ببقى سعيد جدا 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 بالفواصل لان الحقيقة بنا انها نتكلم في الفواصل فبسمع كل حاجة يعني بتساعدني بشكل كبير جدا اللي ينفع على هوا واللي ما ينفعش الصحفي يا وصوص حسن الصحفي لازم يكون حنين ولا مش قاعدة؟ يعني ايه حنين يعني؟ عنده عاطفة؟ لا في شغله؟ لا بس ما يكونش قاسي يعني ما يجرحش يعني حتى لو هي؟ لا لا ما يجرحش يعني 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 احيانا الواحد طبعا بيطر انت فرمت يامه؟ لا لا هنا لعيب وحش مثلا انت فرمت يامه؟ اه اه بياخد صفر لكن لا يعني ايه ما انتش هتتريع عليه ما انتش هتقول له مش هتقول مثلا لعيب وحش وعلى فكرة ما تسألنش مين؟ في لعيبة وحشة دلوقتي اه فاكبرا عندي في مصر اه ماينفعش انا اطلع اوله ماينفعش يلعب ولا لاذا ولا لذا ماينفعش تطلع مني اكبرا عندي تعني نعم اهلي وزمالك وحاجات كبيرة يعني وعيبة وحشة في الاهلي والزمالك اه ماينفعش يعني تقول مشي او موجود او يعني ة يعني ماينفعش تقول دة ماينفعش يلعب كرة في النادي ده ماينفعش بس estado بالأيدي والزمالك ممكن يبقى فيه لعيب وحش يعني مش أساسي مثلا أو ما بلعبش اتخذ ليه مثلا يعني فيه لعيبة عادت على أهلي والزمالك كتير ما كانش لازم يخدش إلى أهلي والزمالك لكن ده ما ينفعش برضه يعني ما ينفعش للصحفي يطلع من عنده كلمة أو جملة ده لعيب ما ينفعش يلعب كرة خارس مثلا يعني إزاي حركة تبقى في معسكر ده دي حاجة قصية جدا يعني إزاي حركة تبقى في معسكر وانت صغير مثلا ومع عشر ناس فريق أهلي زمالك منتخب أي حد وعشرة مع الناس وعاديين وأكلين شاربين مع بعضه وبتاع وفي النص وإحنا عاديين كده كواليس أكتبها ولا ما أكتبهاش أكتبها بما لا يسيء لأحد والعيش والملح لا فيه ناس أهم من كل دول القارئ بتاع الأهرام القارئ بتاع الشروق القارئ اللي أنا يعني أنا كنت بسافر مع الأهرام يعني أنا بطلت تسافر معه بسيبت الأهرام يعني القارئ يعني القارئ ده أهم حاجة يعني ده ده هو اللي أنا بشتغل علشانه كتبتها وخبطت الخبط ونزل تاني يوم المهم أنت زي تخبط الخبط لا 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 ما فيه خبطة بتتخبط تزعل بس فيه نفس الخبطة لا 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 هي بتزعل كلها أصص حسن آه معلش أيوة أيوة أصص حسن بس ما بتجرحش يعني يعني بتموت آه أيوة طبعا طبعا لا أنا السؤال اللي أنا عايزه مش ده نزلت بقى حضرك تاني يوم ده اللي كوه الصعب ولا عادي ما لا بتبقى عادي أنا يعني عايزه تاني يوم تقابل الراجل بقى اللي تخبط الصبح ده آه ما بخبطش مش خبط فيه نقد آه بص فيه أساليب للنقد فيه ناس بتقعد تنتقد بموضوعية يعني الكابتن جهري ده كان يعني كنا بنقعد تتكلم في الكور أقول لك احنا كنا صحاب الله أرحمه يعني كنا صحاب بجد يعني وانا بحبه جدا بس كنت ساعات بنتقد أداء منتخب يعني في كاس العالم احنا لعبنا ماتش حلو جدا وماتشين يعني في الثمنتاشر فالديت الديت كصاحفي يعني بحب الكورة وبيحب المنتخب بلدي ما ينفعش نلعب كده يعني فقلت وانتقد هو مساعدش يعني ما بيفهم يعني انت لما النهض كمان فيه فيه يعني مرة كابتن جوهري قال لنا حصحق أي حد حصحق أي حد حصحق أي حد بينتقد المنتخب وبيخرج مش عرفيه ابتدأ كان متعصف من الإعلام يعني وانت ومتمدي وعن لا مش أنا أبوي الله رحمه كتب وراح كاتب في الآخر أمضى مصحوق المستكاوي باعتبره يعني ان الكابتن جوهري يعني حيزع المن نقد الألم بيوجع أكتر أو اللسان يعني الألم ممثل في الصحافة حقول لك حاجة واللسان ممثل في الإعلام يعني بص حقول لك حاجة غريبة جدا آه طبعا اللسان آه الكلمة المكتوبة ممكن تكتبها ما يكونش لها نفس التأثير لما تتاله قدام ميكروفون آه يعني مثلا 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 ما تخافش ما تخافش لا لا أنا عاد مثلا كلمة خيبة آه مثلا خيبة آه لو تكتبت كلمة خيبة كتابة يعني خيبة آه ممكن تكون مقبولة أنا بضرب مسا بالكلمة دي لأن لما تتقل قدام الكاميرا كده خيبة آه لا ممكن تكون لها وقعة أسوأ من الكتابة طبعاً أنا مش برصد كلمة خيبة إن فيك كلمات تانية تستخدم أحياناً قدام الميكروفون لا يجوز أبداً إنها تتقال لو تكتبت ممكن تعدي مين يا أستاذ حسن اللي عملت فيه كده ضميرك أنبك يعني روحت كده قلت ما احترامي يعني يا حسن لا ما كان شي صح تعمل أو مش صح تعمل كده حركة صغيرة يعني مش دلوقتي لأن حركة كدلوقتي ريقول حتقول يا أستاذ حسن ما ينفعش لما خبطت على الأوضة بتاعت كابتن محمد رابط صالح الوحش في سنة 85 بعد ما خسرنا من المغرب 2-1 وخرجنا من تصفيات كاس العالم وسكاة الساعة 2 بالليل والطيارة بتاعتنا أنا كنت مع المنتخب أيامها يعني والطيارة بتاعتنا كانت ساعة 6 الصبح رجعين مصر فأنا عزبعت رسالة للأهرام فخبطت على أولته وقلت له يا كابتن مصر من السنية استقلتك دلوقتي قالي دلوقتي لما نرجع أتوله وكن صاحب حضرك؟ صاحبي؟ لا طبعا بس يعني يا حركة بتعرفه؟ طبعا كابتن عبد صالح الوحش لا هو يعرفه حضرك يعني؟ أيها طبعا يعني بس لقدت حركة تخبط عليه 2 الصبح؟ أيها طبعا طبعا قلت له مصر منتظر استقلتك دلوقتي لا ما فاش تغريح ولا حاجة دي حاجات عليك قالي أنت شايف كده يعني قلت له آه شايف كده لأنه يعني آه طبعا دي كانت بقى يعني أنت بتسألني كانت جرحة أو قاسية في إيه لا آه طبعا هتظهرت له بعد كده كابتن؟ نعم هتظهرت له بعد كده؟ لا إحنا كنا يعني كان فيه وده هو كان مقتل يعني هو لازم استقيل علما بأنه تظلم جدا بعد الاستقالة كان فيه ود بقى آه طبعا طبعا والود استمر كتير يعني يعني بس عايز أقولك بس أن هو كان مقتنع بالاستقالة لكن هو كان مقتنع لكن هو ظلم في التاريخ بقى لا لأن الكرة بتاعة جمال لو كانت جات في الجون كان ممكن إحنا نعدي ونوصل للدور الأخير في التصفيات ونروح كاسع العالم 86 لا هو ظلم كابتن عبد صالح الوحش تظلم وحتى التاريخ كمان ظلم سألت كابتن جمال عبد الحميد عن اللعبة دي؟ نعم عملت حرك مع حور مع كابتن جمال أسألتوا بعد الليه لعبتها أنت مش أنت لم يفوت تلعب البنالتي كان المفوت شوء غريب قال لي كنت عايز أدخل التاريخ آه كتابت حضراتي دخلت التاريخ آه زي زي يعني فيه لعيبة كده بيعني بتضيع منهم حاجات في لحظات فاصلة زي الكرة بتاعة جمال دي زي الكرة بتاعة مجدي طلبة في زنباوي اللي الكرة نزلة على الأرض والجون فاضي نعبها براسه فأنت بتفتك يعني الناس كلها ممكن تنسى حاجات كتير أو تبقى فاكرة أو معلمة بالفرصة دي يعني اللي ضاعة دي يعني موسيقى ما دي مكمل مع الأهلي؟ أه مكمل أنا بقى بيعجبني أن التصريح مش مصدر من الأهلي مصدر اسمه أمير توفيق مطلع تصريحات أن الراجل معجل الاتفاق على تأديد على المستقبله مع الأهلي لنهاية الموسم وأن الراجل ما طلبش زيادة في المرتب لأن يعني ده تصريح منه أن طبعاً الناس عمالة تكتب بتقول أن الموسماني طلب زيادة العقل سريعاً الموقع الرسمي المدير مدير مديرت مديرت زاوجاته يعني طلبت زيادة المرتب وكلام من ده أمير توفيق قال لا هو ما أنا بستند على اسم مدير التعاقدات في النادي الأهلي له تصريح رسمي أن الراجل مستمر ومستقباله حناشه بعد الموسم وأنا بشوف أن ده يعني كويس يعني يقدر الأهلي يجدد له أكتر من سنة؟ لا سنتين مفيش مدرب يعني غالباً المدربين موساتين سنة عادة و سنة جاية؟ لا يعني يعني أصد هو عائده يخلص في 22 السنة الجاية؟ السنة الجاية حيتجدد لـ 24 أعتقد كده عائد موسيماني؟ أه أنا ماعتقدش أنا أعتقد لنهاية 22 نقطة لا لا طوى ابتقائي أيوة هو ما هو مش دلوقتي حيتجدد لما يجي يجدده العائد في نهاية الموسي في نهاية الموسي هيكون لسنتين أنا لو أنا موسيماني حطلب سنتين مش حطلب سنة هو الأليو الزمالك بقى ينفح حيطة سنتين دي يا كابتن؟ صفة عامة يعني لا آه خلاص الزمن ده راح آه لا حتى في العالم كله آه يعني في العالم كله ده كومن عمل مشكلة يعني سوضاع في برشلونة المكسبة كابتن يعني اللي فات مات يعني اكسر بطولة في التانية في التالتة ماشي آه طبعا تخسر بطولة التانية هتوه واخد بطولتين واخد السوبر الأفريقي واخد تالت العالم اخت خمس بطولات آه خسر واخد كاس مصر طبعا قبل كده بعدين خسر الدوري وخسر السوبر المصري آه فطبعا الدنيا تقلبت يعني الآلي و الزمالك لا مش حد بياخد خمس ست و سبع بطولات في سنتين يعني مش دايما يعني الآلي و الزمالك مين أمضى السقوات السنة دي السنة اللي فاتت ولا السنة اللي جاي السنة اللي جاي الموسم ده لا الزمالك عنده مشكلة حكاية القيد دي صعبة المسألة شوية بس حافظة على السقوات بتاعه معا لعيبة تؤالي معا لغاية ما المشكلة تتحل يعني على الأقل فيه فترة حلعبها من غيرهم يعني آه مثل انت تباتي الزمالك كابتن مش يعني ما كانش الأسامي اللي هتعمل الفارق بأه حمد النقاص الشبانة لهم كل احترام لعيبة كبار ولكن الزمالك يمتلك لعيبة في الأماكن دي عنده طبعا لعيبة مميزة يعني بس المشكلة بن شارقي أرجو أنها تتحل لأنه بقى مسلسل زي مسلسل فرجاني ساسي فرجاني ساسي يعني يعني الحاجة لما بتبقى طويلة كده بتبقى مش كويسة يعني بنشارع يفرق مع الزمالك بشكل كبير لعيبة جامد جدا طبعا بس ما فيش رأي من زمان يعني ما فرجاني ساسي ومشي كان هو نجم النجوم في الزمالك لكن الزمالك خد الدوري ولعب كرة لعب كرة كويسة بأخر الموسم كمان وخد الدوري واستحق البطولة يعني ما أنا شايف ما فيش حد فوق الكيان أبدا أبدا ولازم الأندية تبقى فهمة اللي الواحد بيقوله ده ما فيش لعيب في الدنيا أبدا آه برشلونة هو قيع طبعا عشان مسي لكن حيقوم برشلونة تاني لأنه برشلونة إنه كيان كبير لأنه عنده قواعد وعنده تاريخ وعنده جمهور وعنده وعنده الكيان أهم من اللاعب الفرد العالم حيطلع مسي تاني وكريسانه تاني ده كل فترة هنقض شوية لا يعني آه يعني لا مسي حاجة في التاريخ يعني مسي في التاريخ مارادونا في التاريخ كريستيانه ده مش في التاريخ لا لا وكريستيانه في التاريخ طبعا بس في المهارة والإبداع أنا عايز إن اللي بتحب كريستيانه هتسعى أردو يا كابتن أنا بحبه آه آه طبعا هو نجم كابتن عنده فوتوك وعنده بس في المهارة والإبداع آه لا في الترئيس بكورة والجاري مسي في مكدو يعني عبارة عن طفل صغير بيلعف الجنينة بتاعت بيتهم والعيال بتاعت الحارة كلها والشارع بتجري ووراها عايز تاخد الكرة منه مش عارف تاخدها منه هو دامستي كده بقلو عشر سنين عشر سنين بيلعف في الحارة بيلعب بقى وياخد الكرة ويجري وكل الشارع بيجري ووراها عايز ياخد الكرة مش عارف ياخدها إنما كريستيانو قوة وسرعة وفضائي يطلع يعمل هداف ويعمل كذا إنما ما يعملش دريبلينج بتاع ميسي العالم هيوض فترة عشان يعوض ميسي مصر بس خلي بالك ما عليش حتة صغيرة كده يا عبد الإعلام لازم يصنع صراع ده ما بين اتنين لعيبة ده في كل زمن بس برجليهم هم اللي محددينه عشان كده بس الإعلام بيزود بقى يقول لك النهاردة مش الكلاسيكو النهاردة ميسي ضد كريستيانا مهنك تلحية كابتن كل واحد منهم أيوة بص هتبقى وابتدت صلاح ضد كريستيانا في إنجلترا الإعلام الإنجليزي مش احنا كمان يعني الإعلام الإنجليزي الإعلام كله في العالم لازم يصنع صراع عشان يعيش مهنك تلحية الصراع ده يتصنع كابتن غير لو كان على الأرض يعني الماتش الجاي لو كريستيانا ده مش وقف على رجله وندل ندل صلاح خلاص خلاص المهنجي الماتش اللي بعديه شكرا زفريات مهنك يبقى فيه نجمين عندهم الخامة دي اللي تصلح لصناعة صراع لأن جزء من حياة الإعلام إن الصراع دي يبقى موجود طيب كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن كانوا ديوه في مبارح أول مرة يطلعوا الاتنين في حوار مع بعض الحمد لله يعني ربنا وفانا فيه وكان حوار ناجح جدا قالوا الجملة عايزة أخذ رايح أدراك فيها سألتهم على صفقة القرن في نادي الزمالك عبدالله السعيد فرد الكابتن إبراهيم قال لي بص عشان الجملة دي أنتوا بتكرروها كتير نادي الزمالك عمل صفقة قرن واحدة بس حسام حسن حسام إبراهيم ده على الهوى يعني هو الرجل قال لي على الهوى آه طبعا رأيك آه لا إن الصفقة دي القرن طبعا في الزمالك يعني يعني حسام طبعا لعيب رأس حربة جبار يعني أرقامه مزهلة يعني وإبراهيم أصح حسن لا إبراهيم رأي فيه طبعا أنا قلته كتير يعني بس إبراهيم أهم وأخطر ظهير أيمن ظهر في الكرة المصرية بآخر 30 سنة لأن إبراهيم يعني وأنا قلته كده قبل كده أن أنا في أول مباراة لإبراهيم مع النادي الأهلي قلت إبراهيم حسن أخطر مهاجم من نادي الأهلي في وقت ما كانش فيه ظهير بيطلع يهاجم بالشكل اللي كان بيهاجم به إبراهيم طبعا ربيع عسيني بتده يعمل طبعا ده برضو كمان من ناحية الشمال وده اللي كان من إبداعات كابتن محمود الجهل صح أن تلعب كرة تسبق عصرك عصرك هنا يعني صح فالأهلي في وقتها كان بيعمل حجات يعني حرك متفق معهم أن حسن أبراهيم هم صفقة القرن للزمالك يعني من انتقالهم للأهلي للزمالك بالظرف ده والدور والبطولات اللي حققها مع الزمالك طبعا حسن يعني من صفقة القرن لأن فيه صفقات كبيرة جدا جدا في تاريخ الأهلي والزمالك للانتقالات كانت مؤثرة قوي يعني حسن حجازي كان بروح من أهلي بالزمالك عبد الكريم صقر زاكي عثمان بس بالبطولات وبالأداء يظل إبراهيم وحسن معلش إحنا عشان فاكرين وشايفين ومعصرين دول لكن الناس اللي ما شفيتش ومعصرتش فهو ما بتعرفش لكن في الزمن يعني لما كان حسن حجازي يطلع إشاعة أنه حيروح يدقى للزمالك فالنادي الأهلي يطلع بيان يقول لجمهوره تعالوا شوفوا التدريب النهارد أحسن بيحجازي هيكون في التمرين كل زمن وله وسألوا اللي بتعبر يعني طيب في آخر 20-30 سنة هي دي صفقة القرن حسن أبراهيم يعني ما كان فيه جمال عبد الحميد برضو ما كان فيه صفقات يعني مهمة طبعا حسن لأن حسن كان المهاجم الأول في مصر بس أكثر فصلة زمالك كسب فيها بطولات فصل حسن أبراهيم حسن أبراهيم وكان هو المهاجم الأول في النادي الأهلي وفي مصر وكمان الغريب أن جمهور الأهلي مزعلش من حسن أبراهيم يعني كتير من جمهور الأهلي مش كل جمهور الأهلي لأن جمهور الأهلي كان متعاطف مع حسن أبراهيم في وقت ملاق وقت مش كل جمهور الأهلي طبعا كمان هم صراحوا قالوا أنهم ما روحوش بعد Ky政 ما الأهل يستغنى عنهم فأعتقد الموضوع انتهى يعني أيه طبعا بس يعني 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 جمهور الأهل بيحب حسام ريمي كفير آآ آآ طبعا نسبة كبيرة من جمهور الأهل يعني مش سهل أن اللعيف الأهل يروح الزمالك والجمهور يفضل هل ممكن حسام ريمي إذا ربه الأهل في يوم الأهل يعني يعني مش عارف ما أعتقدش يعني زي ما تسألني سؤال مرضو عسام الحضري ممكن يرجع يضرف الندي الأهل برضو ما أعتقدش يعني لأن طرق الخروج والأسباب ممكن تبقى تخلي المسألة صعبة يعني كابتن حسام وإبراهيم قالوا وكابتن إبراهيم قالوا حاجة مهمة جدا قالوا أن محمد هاني ممكن يكون خليفة إبراهيم حسن أو في ريحة إبراهيم حسن وده بيشوفوه أفضل لها في مصر بص طبعا هاني زي الأيمن كويس يعني بس طبعا لا إبراهيم كان كان جامد جدا باكرايتس جامد لا لا جامد جد يعني وكل العرضية بتاعته جامدة هو جسمه جامد يعني وحش يعني آه طبعا وحسام يعني مالوش دعوة بال بايه باي فوتبول أي جسم أي حاجة براسه ده حسام عمل بطولة مش كاس الأمم بقى في 98 كمان لا 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 بطولة العربية في سوريا 92 كان رائع يعني ما بيهموش وأهدافه أحسن بص أنا بظن أن حسام آخر رأس حربة صريح تقريبا يعني 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 في الثمنتاشر كان جامد جدا يعني جدا والمتعب بتاعنا لا وعمال طبعا هايل بس حسام كان بأرقامه ببرياته وأهدافه لا حسام جامد جدا يعني أنا بشوف حسام إبراهيم دول حالة خاصة فعلا لا هم حالة خاصة فعلا بسطير يعني بشوفهم يعني حب للمكسب وعشك للمكسب و ده ما بيحبش يخسر خماسي في الطاولة اسأل وليد صلاح الدين ما يلعون مع بعض خماسي أه في الطاولة أو ماتش الطرنج يعني يتعصب يعني الحالة دي مهمة جدا مهمة يعني الحالة أنت يبقى عندك الدافع على طول تجدد إنك مش عايز تخسر طبعا وده دي نقطة مهمة جدا وده شيء طبيعي في المنافسة بس لحد يعني يعني ولما تخسر ما تزعلش أوي يعني صح تستحمل حتى أخيرة برضو حافة عندك كان معايا مبارحة لو سمو حمد من صلح الرئيس نادي تحت السكندرية في اللقاء فبسأله مين أفضل رئيس نادي قال لي المهانس فارق عامر رئيس سموح وأنا بسأل مين رئيس تحت السكندرية الناديين اللي فين اللي في سكندرية هو حيقول لك أنا يعني لأ معلش بس دي جديدة بالنسبة لي ما هو ممكن يقول أي حتة أي نادي معشان سكندرية مع بعض يعني لأ بس دي احنا في الرياضة ده ما كانش موجود أنا بكلم دي لفتة جديدة يعني دايما سموح أقول الاتحاد في حتة واحدة إن أنا أقول إن ده أفضل وإن تبقى فيه روح كده مش جاي البعدي معك أنا بحبه بلاتنين جدا والله هنا يعني مش جاي البعدي يعني 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 أنا بحبهم جدا وصحابي وحبايبي يعني روح حلوة يعني في الرياضة مؤخرا إن واحد يشكر في الجنبه دي كس صعبة بس بس أسير أنا الحقيقة ما بش بقى قوي قدام الحاجات دي لأن دي الحاجات الطبيعية يعني يا صاحح improvisا ما احنا مبيقاش عندنا الطبيعي اه احنا بنرجعه اه يعني بس أسسن احنا دلوقتي دلوقتي بنمسك في الطبيعي وعريفين نرجعه أنا طول عم طول حياتي اه يعني بقو ناضل وبأستغرب جدا في البديهي والطبيعي ماء بصدري성 حسن انا بيعجبني جدا مماجب إيه سيخنان فيه فيه محضらك من صور الحلاة يعني دلوقتي بقت الأمور كذا في كذا الدنيا فليك تقول لي اه ماشي عايزي يعني موضوع عادي يعني يا بص حسن وده مش موجود ايه موضوع طبيعي يعني يعني في ان تكون روح طبيعي بص حسن لطي لعبت الاهل يزالي بص سلم على بعض بصوا بعد بتقول لي يعني عايزي يا بص حسن عايزي ايه احنا بنوف عندها كتير احنا بنمسك في ريحة الحاجة الحلو بصراحة كده عشان لما تبقى الحاجة وحشة اه لازم يبقى فيه قرارات صعبة وقاسية جدا عند صاحب القرارات حسن حتلاقيه السنة دي فاكر اما قلت لحضرتك اما قلت حراك اللي جاي جديد حراك ما سألت لي جاي جديد منين قلت حراك والله العظيم اللي جاي جديد اه طبعا اللي جاي كله حيبقى جديد اه يا رب وحتبقه جديدة وشباب وناس كريسة يا رب وما فيش حاجة تتأجل والكله يبقى سواسية والأهلي زي الزمالك زي كله 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 ياريت يا رب شرف سين يا أستحاسا انا بشكرك بشكرك حضرتك شرف وجودك دايما شكرا 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 خلصنا الفقرة التامية مع الأستحاسا مسكاو النوك الدرادي الكبير قوي بالنسبة لي وبالنسبة لكل الناس وبسعد جدا الحقيقة بوجوده معايا وبتشرف جدا بحديثي معاه بالذات في الفواصل بعد الفاصل أنيس بوجلبان نجم النادي الأهلي السابق وحديث خاص جدا تعاقدات القطبين في السنوات الأخيرة شهد التواجد العديد من الأجانب المميزين الذين تركوا بصمة جيدة في الكرة المصرية ولكن عددا قليلا من اللاعبين نجحوا في دخول قلوب الملايين من عشاق الأهلي والزمالك ولا يزال متواجدين في الذاكرة لما قدموه سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه في القلعة الحمراء نجد أن الثنائي الأنجلي جيلبيرتو وفلافيو ترك بصمة كبيرة مع الأهلي خلال مشوارهما في أول الألفية الجديدة ونفس الحال بالنسبة لتونسي أنيس بوغلبان الذي انتقل للقلعة الحمراء بعد نهائي 2006 الشهير بين الأهلي والصفقصي وقضى ثلاث سنوات بالقميص الأحمر ولكنه لا يزال اسمه حاضرا بقوة بين عشاق الأحمر لما قدمه مع الفريق أو خارج الملعب وارتباطه الوثيق بالأهلي خاصة أنه لعب دورا أكبر في عدد من الصفقات التي انتقلت للأهلي على رأسهم التونسي علي معلول والمالي آليو ديانج بعد أن رشحه لإدارة الأهلي كما نجح الجابونية مالك إيفونا في ترك بصمة جيدة مع جماهير الأهلي خلال مسيرته الكروية وفي القلعة البيضاء يعتبر النيجيري إمانويل إمونكي أكثر الأجانب الموجودين في ذاكرة عشاق القلعة البيضاء لما قدمه مع الفريق في أول التسعينات من القرن الماضي وحتى بعد الاعتزال لا يزال اسمه حاضرا بقوة بين الجماهير الزمنكوية كما نجح الثنائي التونسي يامن بالذكري ووسام العبدي في ترك بصمة مميزة لهما مع الزمالك حتى بعد الرحيل من الفريق بالإضافة للمدافع البركيني محمد كوفي ودوره الفعال في تتويج الأبيض بالدرع الدوري موسم 2014-2015 في النهاية المستوى الفني فقط لم يكن سببا في ارتباط جماهير القطبين بالمحترفين الأجانب ولكن العلاقة خارج المستطيل الأخضر ساهمت في توطيد العلاقات والارتباط الذي لا يزال متواجدا حتى الآن أهلا بكم من جديد وكويس؟ أه الحمد لله يعني في أول موسم كنت في النادي السفاقسي في السفاقس التونسي كنت المدرب الأول يعني المدير الفني وبعض السفاقسي كانت تجربة لي مع أهلي بنغازي في قلوب بوست جديد يعني مكان جديد أنه جيني المنجر على الفريق كل فريق مميز فريق فيه استثمار فريق يعني قاعد يتطور وقاعد يجيب في كفاءات من تونس وخارج تونس وإن شاء الله يعني في القريب العاجل بتسمعه الاسم هو عنده طبعا صولاته وجولاته في فريقيا السنة الفات كان كنا وصل الفريق للمجموعات في الكونفيدرالية قبل كيف كيف عنده إنجازات على المستوى الأفريقي لكن حاليا في طور بناء فريق مش يكون إن شاء الله عنده شأن أفريقيا إن شاء الله لسه الاسم في القلب اسم الأهلي آه طبعا يعني كابتن ممكن حتى في تونس مستغربين مستغربين من علاقة أكيد يعني أنا أولا حاجة العبد في النادي الأهلي لعبت في أحسن جيل في النادي الأهلي خذينا العديد من الألقاب قعدت علاقة طيبة سوى باللاعبين اللي كنت موجود معاهم أو حتى الإدارات اللي تعاقبت في النادي الأهلي فالعلاقة المميزة هذي الحمد لله إنه اليوم كنجيل المصر نحس يعني قبول من جمهور النادي الأهلي الناس ما زالت تذكر نيس بوجبان ده دي أحسن حاجة دي أحسن حاجة بالنسبة لي إنه لما نجيل للمصر نحس كأني ما زلت لاعب في النادي الأهلي ودي ممكن إضافة النادي الأهلي وإحنا بنشرف دائما بوجودة كابتن بلدك التاني وبنشرف دائما بوجودك هنا الله يخليك لنا يا كابتن قلت دي أحسن حاجة في النادي الأهلي إيه بقى؟ إنه جمهوره ما ينسكش ما ينساش مستحيل يعني النادي الأهلي من الفرق يعني اللي ما ينساش ما ينساش اللاعبين بتاعه وإنه ما ينساش إنك تكون وفي للفريق وإنك في يوم من أيام قدمت خدمة للنادي مستحيل إنه ينساك ويقعدوا دي ما نفس النظرة وإنك إنك نجم للفريق وإنك واحد من من أبناء النادي فريق فيه لعيبة قبل كده سألوك قلتلهم كده يعني كلهم يعني أي حد بيجي النادي الأهلي يسألني أكيد إن نحكيله على على العقلية في الداخل النادي الأهلي الإدارة السيستم الجمهور الكبير الحب للناس الوفاء هذا الكل طبعا يعني هذو حاجات موجودين في النادي الأهلي يعني مش يعني مش زينه يعني هذي واقع ممكن نادي القوة النادي الأهلي إنه إنه يعرف يستثمر في اللاعبين حتى بعد ما يبطلوا في الكرة وعتقد أنه النادي يعني قاعد يستغل خبراتنا أنا ولا ممكن فلافيو أو جيلبيرتو يعني أي حد كان في وقت من الأوقات إن تمام النادي الأهلي إذا النادي يستحقه ولا في إفادة أكيد أنه يرجع له ساهمت في النضبان علي معلول للأهلي يعني ساهمت يعني إنه سألني سألني يعني وقتها علي معلول كان عنده عرض من فريق فرنسي قلت له أنا عليه يعني لو عندك عرض من باريسانجرماء أو مارسيليا أوكي خلاف الاثنين هذو مليون فمنتصورش إنه خلاف ثلاثة فراق هذوما الأهلي أحسن منه فنادي الأهلي يعني كنت ديما نشبهه بفريق أوروبي يعني ديانج أنت اللي رشحته لأبين توفيق يعني يعني طبعته ديانج كان في الدوري الجزيري لعيب مميز عنده إمكانية كبيرة والحمد لله إنه الأهلي يعني استفاد منه للصفقة شفت يعني اليوم كي نسمى كابتن سيف إنه قالتا سراي التابع في أليو ديانج ولا الفرق الأوروبية معناه هذا نجاح استفقة ونجاح اختيار أهلي تسألك عليه ولا أنت اللي رشحته لا يعني رشحته يعني شو معناه رشحته يعني أنت اللي كلمت ميز توله في لعيب بس نجام كذا ولا يعني أنا رأيك في فلان لا يعني هم يتبع يعني أنا قتل إنه في لاعب في الجزير كويس تبعوه نادي الأهلي عنده يعني عارف أنه عنده ناس تشتغل يعني ممكن الاسم وبعد يتبعو عارف وإحصاياته مميزة وعارف أنه اللي عب هذه ممكن مش يكون إضافة نادي فصار التعاقد يعني عايز أرقع أسألك على مبارات السفاقس فاكرها طبعا صحيح ننساها علي معلوك راحة البطولة كان درس كبير جدا في الكرة بصفة عامة نرجع تاني مع الكابتن أنيس بوغلبان بعد الفصل نرجع تاني كنا لسه بنتكلم مع الكابتن أنيس بوغلبان على مبارات السفاقس ومبارات النادي الأهلي مباراة نمت بالليل عادي ولا كتخص لا ما نمتش مش لي لا بس يعني ممكن أسبوع أسبوع ما نمتش لا يعني ما فيش راحة الأمانة وقتها بالصدفة بعد المبارات كان عنا معسكر منتخب ومش نلعب مبارات يعني بعد أربع أيام ضد منتخب ليبيا كان مدرب وقتها روجيل ومار وخلنا يعني كل واحد في غرفة الأمانة كان صدمة كبيرة كان كانش سهل يعني الأمانة عدت الأربعة أيام عشان تنام بعد المبارات يعني زعل كبير ما كان سهل يعني موقف حط نفسك كابتن سيف عملت إزاي مع فريق الأهلي بعد الهدف ده يعني أنت راجل زميلهم في حيرة في حيرة مع وقتها في السفاقسة أيوة عارف عملت مع فريق الأهلي زي لا وقتها أنا أول ما جاء الهدف يعني الدنيا كله احنا بالمصر يستودت مع الشاي في حد الشاي الأمانة حد الشاي إما رفت لهم بعدها بيتفتح الحديث بيتفتح بس ممكن كابتن يعني في مباراة كنا مثلا بنتغذى ندخل نشوف المباراة فأنا كلما سكروا لي مش عايز ذكرى مش عايز يعني الحمد لله يعني الأمانة كانوا يعني اللاعبين يعني كانوا متفاهمين يعني أول ما خش أنا ومن يسكروا المباراة لعيبت لأهلي ناس لعيبة جمالة يعني ناس محترمة ولأيبت السفاقس كمان وكانت مباراة الحياة كبيرة جدا رأي كيف الكرة المصرية تطور كبير تطور إمكانيات والتي كبيرة كيد إذا بشقرنوها بالوطن العربي ممكن من أحسن بطولة يعني يعني على مستوى يعني مش كان الفنيا بس كابتن سيف حتى المستوى الملاعب مستوى التصوير فتعتبر طفرة كبيرة وشوفنا أنه ولت محطة اللاعبين التونسي يعني بعض فرجاني وعليم علولت على كبير من اللاعبات تونسة بأموت في الدوري المصري يعني لأنه ولت وجهة يعني اللاعب التونسي قبل كانت في سن معين أكيد بين العشرين وخمسة وعشرين يفكر في أوروبا بعد خمسة وعشرين يروح للدوريات الخليجية حاليا ولت الدوري المصري مهتمين به لعيب الجزيرة يعني تم اكتشافه في مصر يعني في كامل لعيب كبير وفي الناشئين حتى المنتخب الأولمبي مع الأفريقي لعب النادي الأفريقي السابق لما ملعبش كثير بعض يعني جاء المصر وعود اكتشفنا نفسه اليوم نشوفه واحد من أحسن مهاجمين بالنسبة لمنتخب التونسي وعتبر المهاجم رقم واحد في الفترة الحالية شايفوا من موجة نظرك أنه هو الفترة اللي جاية بالنسبة له مختلفة لا أكيد أكيد مش يكون مختلف لأنه السيف الجزيري يعني أولا عنده النضش مهاجم سريع يعني يعني فيه في رجليه حريف فعنده الإمكانية لكل أنه يقدر يوصل يعني المستوى حتى أعلى من المستوى اللي وصله يقدر يكون يعني ثالث أو رابع لعب من أحسن لاعبين اللي في فترة الحالية اللي جاوا لمصر بعد علي المعلون وفرجاني وفخر دين بن يوسف اللي شوية بشوية قاعد يرجع للمستوى اللي نعرفه الأرقام في الدور المصري طبيعية أرقام اللاعبين لا مش طبيعية الأمانة مش طبيعية ليه أرقام كبيرة جدا يعني مقارنة بالأرقام في الدور التولسي فما حتى مقارنة أرقام كبيرة جدا طبعا جيب لاعب كبير كابتن سيف لازم تحط الأرقام لكن حسيت أنه في الفترة الأخيرة الأرقام عالية جدا مقارنة بالإمكانية اللاعبين أغلى اللاعب في تونس بكام أغلى اللاعب في تونس على حسب لكن يعني شو معناها أغلى اللاعب يعني الترانسفير يعني تبيع من فريق لفريق لا هو بيأخذ سنك يعني بطارج دي بس اللي بيدفع الأرقام كبيرة من اللاعبين المختلف كبيرة دي لكن يعني 400,000 و 500 الموسم ده ممكن أغلى اللاعب أغلى اللاعب أغلى لا ما فهمش الأرقام اللي نسمع فيها في مصر مش موجودة في تونس حتى كان موجودة في العقود وفي الواقع مش موجودة نطلع فاصل ونرجع مكملين حديث خاص النهاردة جدا مع نيس بو جلبان بعد الفصل واضح برضو أن كابتن نيس بو جلبان من الناس المتابعة جيد للكرة المصرية قلت لي في الفصل الدولي المصري فاترينا أي حد يقدم فيها سعر وثنية بقى بعشر وده واقع يعني فترينة كبيرة الدوري المصري يعني اللاعيب أو مدرب تعدي بالدوري المصري بعد بتحلك أبواب في الوطن العربي يعني في الخليج العادي جدا يعني أكثر بوابة تقدر يعني تلمع أي حد يعني يجي ممكن أكثر حاجة حبيتها في الأهلي في الأهلي الانضباط الأهم أهم حاجة بالنسبة لي في النادي الأهلي مبادئ النادي الأهلي الأمير مبادئ النادي الأهلي والنادي الأهلي ممكن حاجة يعلمك في كرياضي كملاعبي أنه كيفاش تتعدى الأزمات يعني ممكن تتعدى بفترة صعيبة فإدارة الأزمة وإدارة المواقف الصعبة دي مالك التعلمة في النادي الأهلي ليه جزيز استبعدك في 2008 في كالسعام الأندية استبعدني لأنه وقت أنا ممكن أنا وجل بيرت الوحيدين اللعبين على 14 مباراة في الشامبيانز ليج الأفريقية لعبين مباراة كلهم كانت جزئيا أنه وقت كان في عروض كنت ممكن نرجع لتونس كان في عروض من أندية تونسية وممكن نغادر وقتها لزة فاضل 6 شهور على عقدي وأنا ما جددتش لأنه كانت عن ديني أنه ممكن نرجع لأسباب عائلية لتونس هذه هي سبب وقتها اجتماع قبل كاس العالم قال لي أنت خيرت أنك تمشي من نيد الألي فأنا من حقي أني نفكر في بعدك وقتها وجاء طبعا حسين حسين ومشاه حسين للكاس العالم أحيانا كحسين علي أحيانا يقولون جمهور للأهل يسوى فلوس يعني لعب يجدد فأقولك حتى لو جالي أزيط لا أنا ممكن أخذ هنا قليل شوية بس الجمهور ده يسوى فلوس دي أكيد فلوس يعني خلاف فلوس يعني الذكي أنه في النهل الأهل برضو يعني بيأخذوا فلوس يعني مش أوكي مش نفس ممكن أرقام تلقى هم برة لكن اللعب ذكي يعرف أنه ده اللي خلى علي معلولي يفكر يعتزل في الأهلي أحسن له يعني أنا لو يعتزل في النيد الأهلي أحسن لأنه حتى بعد ما يبطل الكورة يعني حيتكون عنده أول حاجة الشعبية نفس الشعبية في الوطن العربي لكل مش كان في مصر لأنه جمهور نادي الأهلي أنا لعبت في إمارات بعد نادي الأهلي وكأني في مصر يعني ما شاء الله جالية كبيرة من جماهير نادي للأهلي وممكن نادي الأهلي يعني يأخذ يعني مركز مش عارف لكن أكيد أنه أي حد يؤدي وأي حد يكون وفي للنادي صعب أنه أي مجلس إدارة يسيبه مين أفضل لعب لعب جنبك في تاريخك في كثير في الأهلي في الأهلي يعني الناس كل بتقول أبو تريك يعني بس أنا شايف أنه باركات واحد من أحسن لاعبين اللي اللي لعبت مع حسين غالي كيف كيف ما لعبناش مع بعض لكن كان من توت لهام يجي درب معنا لعب أعملاق أحمد حسن كابتل منتخب يعني بصراحة كانت مفاجأة كبيرة يعني بصراحة الجيل كامل ما فيش حد في الزمالك ما فيش حد ومتعب زيت متعب في الزمالك شيكابالا شيكابالا هو واحد من أقوى اللاعبين لعبنا لعب مميز جدا يعني مميز جدا لعبنا في فترة كان عمره زكي وأجوجو ورغم شيكابالا كان فريق قوي جدا لكن لعب عنده الإمكانية لكل يعني أحلى مباراة اللي بتاهم على الأهلي مباراة أحلى مباراة كانوا ضد الزمالك لأنه خلاف كم مباراة ألي وزمالك والله 8 9 ممكن حتى أكثر لأنه في موسم لعبنا أربع مباراة كسب سبهم كم مباراة أنا نسيت كم كسبنا لأنه كسبناهم كلهم خسرنا مباراة واحدة لما خدنا الدوري كان جو زي ريح اللاعبين فقعدت لعبنا المباراة تخسرناها الباقي كل الحمد لله كل كسبناهم الحمد لله مين أفضل حارس مرمى شفته في الدوري المصر حضري حضري بدون منازع أسطورة أسطورة الأمانة حضري رغمني أنا يعني يعني الحارس ممكن صعب أنه يتكرر يعني مدة باش يتكرر الحظر مدة في كرة تونسية مين التاريخ يعني مين أبتر لعب السوبر في تونس لا في كثير يعني حسب الأجيال يعني الجيل ممكن جيل في جيلة في جيل كانوا لاعبين كبار يعني كان هنا مثل إسكندر سويا كان لاعب فنان طبعا قبل كان حمادي المرحوم حمادي العقربي طارق ذياب بعد نبي معلول حاتم الترابلسي واحد من أحسن لاعبين اللي أنجبتهم الكرة التونسية يعني في لعبين كبير ممكن يوسف المساكني يعني كل فترة كرة التونسية لازم تنجب لعيب اللي يكون متألق في الدوري يعني يكون فنيا مميز وحتى في الدوريات الأوروبية الحمد لله أن تونس دايما عندها لعبين موجودين في الدوريات الأوروبية هل كان بتحلم أن أنت تتدرب في الأهلي وهل كان في فرصة مع المسلماني ولا كانت مجرد التلام والله يبقى أنا أحلم طبعا أكيد ما فيش حد يعني تجي فرصة في الناد الأهلي ويرفض يعني بالعكس يعني دي حاجة تزيدك في السيفي وحاجة شرف في أي حد أنا الحمد لله أنه تجاربه في تدريب كابتن سيف يعني الحمد لله في نجاحات يعني حتى آخر تجربة في السفاقسي السفاقسي مش فريق سهل فريق كبير في تونس لعبنا تشامبينز ليج ولعبنا الكاف وحمد لله أنه حتى في الدوري خرج من نادي وأنا ترتيبي الثاني وربح للفرق الكبيرة للكل فالناس الكل هتذكر للأرقام أنه السفاقسي عنده مدة ما انتصرش على فرق الكل في المرحلة الأولى فلو دي فرصة أكيد أنه منجم كان سعيد جدا وفرحان محطك اللي جاء وأحلامك إيه إن شاء الله أنه نكمل في مجال التدريب بسحيح أنه فترة هذه في الأهل بنغازي خيرت أن نكون على رأس الفريق يعني لأنه أنا في طور البناء إن شاء الله نعد من إن شاء الله بعد ثلاثة سنوات مش يكون فريق كبير في إفريقيا لكن طموحاتين إن شاء الله في يوم الأيام نكون مش في يوم في الأيام إن شاء الله نواصل في مسيرتي كمدرب لأنه الحمد لله تجاربي في تونس أكثرها ومعظمها ناشح الحمد لله أنيزبا شكرك الله يخليك تشرف بجدك معايا وإن شاء الله بإذن الله دايما موفق وشوفك دايما على خير وبتوفيق ليك في اللي جاي بارك الله وفيك شكرا أنك بتصيف على الاستضافة هذه شكرا الله يخليك شكرا خلصنا حلقتنا مع نجمينا نجمينا دي الأهل السابق قابتل أنيزبا جلبان أتمنى له كل التوفيق في القادم إن شاء الله بإذن الله أشكرككم شكرا جزيلا أشوفكم إن شاء الله بإذن الله على ألف خير